بديبلوماسية مسالخي في ظاهر الأمور لا في اجتهاداتها يتحمل الثناء الشيعي اليوم مسئولية التعطيل الكامل لولادة حكومة كان من المفترض أن تكون حكومة إنقاذ وطني مدعومة للمرة الأولى منذ حراك 17-20 من المجتمع الدولي لكن الصورة جاءت على هذا الشكل وصار الثناء الشيعي رأس حربة المعركة المحلية والخارجية عليه السؤال الأساسي وبعد أن كبرت كرة النار وتدحرجت لمداخل جهنم التي ربما نحن فيها هل أن العقدة فعلا هي حقيبة المالية أم أن الأمور أكبر من ذلك بكثير الثناء الشيعي الذي يفاخر بقوته وقوة خياراته الإقليمية والتي ترجمها ذات يوم بفرض مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية اتهم حينها بتعطيل البلد لمدة سنتين من أجل هذا الغرض وبالمحصلة تدحرجت المواقف المحلية والخارجية والتقط بعد المكابرة عند هذا الخيار الثناء الشيعي اليوم مسؤول عن تمسكه بخيار صعب هذه المرة أيضا لكن هل يتحمل البلد تعطيل أو حتى تأجيل لأسباب يعتبرها تفوق الهواجس إلى حد الوجود؟ هل يستند على هذه الثقة وفائد القوة من جديد؟ ثم لماذا تفسر بنود اتفاق الطائف بهذا الشكل المتباعد عند كل فئة فيرى الرئيس بر مثلا إسناد حقيبة المالية للشيعة حقا وفق الطائف في الوقت الذي يعتبر فيها رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين أن هذا ليس صحيحا وليس واردا في الاتفاق هذه العقدة وغيرها تأخذنا عند كل استحقاق نحو أسئلة حيال صحة اعتماد الطائف في بلد الأزمات المتجددة فكيف يعقل تفسير دستور بهذا التباين وهذا الكم من الثغرات؟ الأكيد أن هناك ثغرة كبيرة في هذا النص صارت اليوم خطيرة الثناء الشيعي واثق بخياره ولن يتراجع أرسل رسائله للخارج وهو يعتبر أن ما يجري هي حرب كونية عليه وأن ما لم يتحقق في 17-20 يراد له أن يتحقق اليوم وأن مسألة إخراجه من الصيغة اللبنانية تتوقف عند هذا الاستحقاق الملفت اليوم ليس حركة أمل صاحبة الموقف المعروف بل حزب الله الذي اعتاد عليه اللبنانيون بزهده عن المناصب أو المكاسب الواضحة أو المباشرة لكنه اليوم أكثر تمسكا من أي وقت مضى بهذا الطرح هل هذا بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة؟ هل صحيح أن قبلها كان موقفه أكثر ليونة؟ هل يتحمل حزب الله تدعيات هذا الموقف محليا؟ خصوصا أن التلميح وصل حد التساؤل عن تفاهم مارمخايل هل يذهب الثنائي لآخر الطريق مهما كلف الثمن؟ ويتحمل كل الاتهامات ماذا عن كونه وحيدا في هذه المعركة بوجه رئاسة الجمهورية وبكركي ورؤساء الحكومات السابقين وقوى المعارضة وأغلب التيارات السياسية من حليف وخصم؟ على أي حال من الأحوال لا شك أن طرح الرئيس سعد الحرير اليوم يشكل خرقا كبيرا ينتظر من السناء الشيعي تلقفه ربما تولد معه الحكومة خلال ساعات إذا حلت العقدة فهل يسجل لهذا السناء أو يسجل له انتصارا جديدا في فرض خياراته؟ الأكيد أنه يسجل للحريري وقوفه عند مسؤولياته بعدما اعتبر مبادرته شخصية لمعزل عن رؤساء الحكومات من أجل لبنان تفاصيل مفاوضات الطريق المسدود ومخاط حكومة الإنقاذ حكاية التوقيع الثالث وعلاقة بره بالحريري هل كان مكرون ضحية خدعة أم شارك بصناعتها؟ ماذا عن موقف واشنطن من كل هذا؟ في بديبلوماسية هذه الليلة مع رئيس تحرير جريدة البناء النائب السابق ناصر قنديل وفي حلقتنا مدخلات مع النواب وحبي قطيشة وجورج عطلة أهلا وسهلا أهلا يا سعد مساكي ومسا المشاهدين طبعا أهلا وسهلا بحضرتك يعني اليوم مفاجآت عديدة خلي نبلش من مقدمتك أولا بدون سؤال؟ أي يعني أولا سألت آخرا أنا بدي ببلش من آخرها عن ماذا عن تفاهم مار مخايل بعض كلام فخامة الرئيس مبارح أنا بحب أكد وبعتقد بدون ما أقول من موقع العارف بيعرفوا الناس لما بحكي أنه بحكي وبحمل مسؤولية كلمتي بدون ما أشرح كيف وليش تفاهم مار مخايل كأنه اليوم ستة شباطة 2006 بأحسن حالته والعلاقة التي تربط فخامة الرئيس بسماحة السيد حسن ناصر الله على أعلى مستويات التنسيق والثقة المتبادلة وإدراك متبادل للخصوصيات العلاقة مع رئيس التيار جبران بيسيل هي كذلك أيضا في فهم وتفهم من الطرفين للخصوصيات وكيفية إدارة الصراع تجاهها وفي التزام كما في كل محطات فاصلة بأن القرارات الكبرى لا تكون إلا منسقة ومبنية على القراءة المشتركة ونحن بعد ما وصلنا للقرارات الكبرى بس فينا نقول هلأ أنه ماذا لو قدمت حكومة أمر واقع هل كان سيوقع رئيس الجمهورية أنا بيلك سلفا كنت أكيدا ولدي معلومات بأنه ما كان سيوقعها الرئيس مش صحيح أنه كان يبعتها على مجلس النواب ويقول خلي الدب الراسة هنا لكن كان فيه تفاهم على آلية الأداء لكل من الفريقين هاي نقطة النقطة الثانية مستكويا بفائد قوته وإلى آخره آه بتشرح لي مقدمته لا أبنا يعني هو عم تنتقل كذا نقطة ثلاث نقطة أنا بيعتقد لا بيسوى مشان الرأي العام يعني يكون بصورة القراءة اللي على الأقل يعني أنا مطلوب مني أني جاوب على ما تضمنته المقدمة ولا مرة الثنائي وخصوصا حزب الله لو نحكي عن فائد القوة من قصود السلاح من كل البلد بتحت اليوم أكيد يعني هذا واقع أنه السلاح والسلاح والسلاح أنا يعني بكل تواضع يمكن الوحيد في لبنان اللي عامل الكتاب عن فلسفة القوة حزب الله وفلسفة القوة ومشرح تجربة حزب الله على مدى أربعين سنة يعني سبعة وثلاثين سنة أنه شو القواعد والقوانين وليس خافيا أنه هذا الكتاب اللي كان راعي احتفال التوقيع سماحة السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله واللي أنا بالمقدم يشاير أنه كان بتفاهم مع سماحة السيد حسن نصر الله وكان بتشاور مستمر مع سماحة السيد هاشم طيب أنا آيل بهذا الكتاب كلام أنا مؤمن بأن قابلها الأزمة وقابلها القصة حزب الله فائد قوته في مواجهة الأعداء الخارجيين حتى ما حدا يقول بركي المقصود بالأعداء أنه في خصم ممكن يرتقي لمستوى العدو أبدا القيمة المضافة شو هي القيمة المضافة اللي أنا شريحة منيح بالكتاب هي قوة الحق نجح حزب الله بخوض معركة مش مرشحه المرشح المسيحي الأقوى العماد ميشيل عون إلى الرئاسة بقوة الحق لأنه ما حدا قادر يقدم منطق آخر بأنه في زعيم أكبر شارع مسيحي مقابل رئاسة الحكومة ما بيتنازل عنها تيار المستقبل ولا نحن أنا شخصيا دائما كنت قول أنا هون بدي نوه أنه في حدا أكل أتل كتير على السوشيال ميديا اسمه الرئيسي للفرزلي لأنه كان يقول أنه بدنا للأصيل مش الوكيل وأنه بدنا وأنه الرئيس الحريري هو الأوسع تمثيلا هذه القاعدة طالما أننا نحترمها في رئاسة مجلس النواب وقاتلنا من أجل احترامها في رئاسة الجمهورية مش من حقنا ولذلك أنا بقول حكومة الرئيس مصطفى أديب هي حكومة انتقالية ليتهيأ المناخ ليأتي الأصيل ما نضحك على بعض البلد بيستقر ويصير بمرحلة السلم الأهلي الحقيقي أنا لحتى ما دايع النقاط اللي أنا بدي إيه فأنا هاي النقطة الثانية إذن حول الاستقواء لا ما في استقواء الاستقواء بقوة الحق وهلأ بموضوع حقيبة المالية يستقوي الثنائي بقوة الحق اللي هلأ بنحكي فيها قد ما بديك حاول وين جوانب الحق فيها النقطة الثالثة اللي صار بموضوع أنه قبل ما نطرح السؤال أنه في الظاهر وفي الاجتهادات وفي شيء حقيقي بيعرفوه قبل الاجتهادات حول أنه حق والله مش حق هذا من ناقش فيه ومنحكي فيه وأنه بالطائف صارت أو ما صارت وشو التوقيع الثالث كلهم هوا أنا جاهز للحق فيهم لكن بدي أقول بالسياسي ما عم بيحكي الله بالميثاق وما عم بيحكي بشو صار بالطائف أنا أقول بالسياسي في شيء هوليك يمكن ما بيعرفوهن إلا اللي عاشوهن وأنا منهم لكن في شيء بيعرفوه كل الناس اللي شاركوا بطاولة قصر الصنوبر برئاسة اللي دعلا إلها الرئيس مكرون أنا أتحدى واحد من المشاركين يطلع الله على الهوى أي واحد من اللي كانوا مشاركين ويقول أن المداورة طرحت ليش عم أقول هالحكي مش بس لأني واثق من معلوماتي لأنه بالعقل وبالمنطق كان أسهل على الثنائي أنه يقبل بالانتخابات المبكرة اللي هو أصلا رفضها انطلاقا من حرصه على التوازنات العامة الموجودة وكان يتولى تيار الوطني الحر رفض الانتخابات المبكرة ويقول أنا ما بمشي بالمداورة ليه؟ لأنه بيجي يقول نص المادة 95 هو نص متكامل تعالوا نروح على المادة 95 كما هي في الدستور والرئيس مكرون اللي يجع حامل الانتخابات المبكرة وحططها بمبادرته سحبها لأنها قضية خلافية كان تلقائيا سيسحب موضوع المداورة لأنه قضية خلافية لكن هذا لم يطرع فإذن السؤال مين اللي عمل المشكلة بالبلد الثناء الشيعي والرؤساء الحكومات السابقين اليوم الرئيس الحريري من حيي آه من حيي لأنه نزل عن الشجرة مش لأنه عمل مكرمة يعني هو ذهب من خلال نادي رؤساء الحكومات السابقين لافتعال مشكلة وهو الآن يحلها أو يفتح الباب لحلها طيب بس هذه الأسئلة كلها يعني أنت هلأ وضعت أرضية استاذ ناصر فأنا بدي الناس تعرف أنه ما طرح الثنائي موضوع حقيبة المال أنه هو عم يهجم في حدا هجم عليه المتوقع هي حكومة إنقاذ لمهمة كل اللي عم ينقال هلأ والبلد بأزمة والبلد بالجورة والناس عم تقعاني وبناء عليها ليش هلأ من الباب لطاقة جيد بك تفتح لي الأضايا اللي بتعمل مشاكل خليني أنا أقول لك ليش من الباب لطاقة عم بتقولوا هجموا عليه تتحدثون بصفة وكأنه هي ملكية خاصة خليني أنا أسأل هواجس الناس هواجس أغلب الأحزاب يلي ضد ما يطلبه الثناء الشيعي لحتى نكون واضحين حتى بكركة حتى لؤساء الحكومة حتى طيار الوطني الحر حتى رئاسة الجمهورية لما نستطيع بيسأل ليش معتبرينها ملكية فهذا موضع جدل ونقاش وأسئلة كثيرة طيب يطرح الرئيس بري أنها عرف وإذا كانت عرف يتخلى عنها سنوات قلت لك جايين اللي نحكي فيها بدي بدي بلش فيهم لا 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 أنا عم بحكي بالسياسي قبل ما نحكي به لا مرح ننساه أنا بدي أقول بالسياسي الرئيس سعد الحريري في حق بالسياسي هلا هلا بنحكي بس الرئيس الحريري ما شكل حكومتين وأسند فيهم وزارة المال الشيعي يعني كان نايم وقتا عن أنه هذا بحقلهم وما بحقلهم فخامة رئيس جمهورية ما وقع مرسيم حكومتين بعهده فيهم وزارة المال الشيعي أنا السؤال اللي عم بطرحه إجا الرئيس ماكرون قال يا جماعة حطولي السياسي عجنب السياسي وتعوا لنحكي بحكومة إنقاذ هذا موضوع سياسي ولا لا يعني أنتم ما معترفين للشيعة بهذا الحق مش هيك وعم تقولوا الطائف ما بقول هيك وإذا مش عرف مع احترامي للي قاله رئيس جمهورية واحترامي للي قالوا لآخرين هذا هو الوقت المناسب لإعادة ترتيب قضايا الخلاف بين اللبنانيين إذا أضيأ الأساسي منه مثل الانتخابات المبكرة اللي هي أضيأة تكتيكية مش وجودية بالنسبة لأحدى الطائف بنظرة خوتة مجنونة مهوسة عظيم بس هي طائفة مئة 27 نايب كلهم مجمعين وراء قرار يحجب الميثاقية عن أي حكومة مش هيك مين هو العائل اللي بده يخلص البلد ويسرع بخلاص البلد يعني لو إجا الرئيس الحريري اللي عند الرئيس بري وقال له يا دولة الرئيس نحن مرأنا مرتين حكومة فيها وزير مالي شيعي وهالمرة رح نمرأ بس نحن بأول نقاش بده يصير على طاولة الحوار بده تكون بالصورة مثل ما هلأ عم بيقول بس الثناء الشيعي يشترد أستاذ ناصر المسيحيين لم يطلبوا شيئا لا الكوات ولا التيار ما في حدا اشترط أنا بديه من أول ما بلج تشكيل الحكومة فورا أولا أصلا كان الموقف أنه نحن مساهلين وبدنا ننسحب وفجأة صار فيه تمسك ما في غير الثناء الشيعي يتمسك لا 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 الرئيس بري عن البيان أنه نحن ظاهرين فجأة هبط موضوع المداورة من خارج المبادرة الفرنسية ما هي اللي عم وضحه أنا الرئيس ماكرون لم يطرح المداورة على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق وأتحدى 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 واحد من اللي كانوا بأسر الصنوبر يتلفن هلأ يقول لا الرئيس ماكرون قال حكومة ومداورة وما في تخصيص وزارة مش صحيح هذا الحكي قال بدنا حكومة مهمة من اختصاصيين يرضى عنها جميع الفرقاء نعزل عنها قضايا الخلاف وتروح تشتغل بالقضايا المالية الإصلاحية ولحقين لما طرحوا له موضوع السلاح وطرحوا له موضوع الانتخابات المبكرة ولو طرحت المداورة ستكون وحدة منها إنه هو من رحلهم إلى نقاش لاحق فإذا مش الثناء الشيعي إجا الرئيس الحريري هو اللي قاله للرئيس بري بدي حقيبة المال للطائفة السنية وأنا بدي يسميه طيب نحن كنا بحكومة اختصاصيين صار الرئيس الحريري عم بشكل الحكومة صار بده يحقق مكاسب بقوة المبادرة الفرنسية بدي نحكي عن بيانه اليوم يلي بدل أنه عم بشكل حكومة بشكل واضح مش بس بدل وما مفرق معه وبيان رؤساء الحكومة السابقية لا أنا مش عم بحكي لدين هاي أنا عم بوصف أنا أنا رأيي بيان يؤكد الرئيس الحريري كان يرغب في أن يكون هو رئيس الحكومة لكن حجبت عنه الميثقي المسيحي لما التيار الوطني الحر رفض يسميه في الاجتماع اللي صار عند الرئيس بره وأصر التيار الوطني الحر أنه بيقبل حدا بيسميه الرئيس الحريري بس ما بيقدر يسميه الرئيس الحريري والقوات حاجب عنه بقرار خارجي وداخلي هذه التسمية ما عدت زابط التسمية لأنه مش مكانة الرئيس الحريري التي تتناسب مع أن يأتي بخمس أو ست أو سبع أصوات مسيحية وبالتالي سحب اسمه من التداول من حدا سمعته قال أنه نحن الغالبية النيابية مش هي اللي بتسمي عادة نعم طيب الغالبية النيابية تنازلت عن هذا الحق وقالت أنا أتركه للرئيس الحريري الرئيس الحريري رئيس الحريري جيروا لنادي رؤوساء الحكومات السابقين ما كان حدا أحاكي برؤوساء الحكومات السابقين كلنا سمعنا الوزير جبران باسيل سمعنا الرئيس بررير سمعنا حزب الله vorings بقولوا خلي الرئيس الحريري يسمي الرئيس الحريري اخترعوا لنادي يعني عطاه هذه الصفة لنادي الحكومات السابقين ليش؟ لأنه في وضع دولي المشكلة أنه رح يتحول لعرف كمان الرئيس الحريري بادر هذا من حسن الأمور أنه انتهى هلأ أنه عادت الأمور إلى نصابها أنه الرئيس الحريري تولى هو وأنا بعتقد أنه من الصبح كانت بيناتهم الأمور شغالة وراح الرئيس سنيورا عدار الفتوى لحتى يستقوي على الرئيس الحريري من أجل ثانيه عن تقديم هذه المبادرة وبقلب المجلس الشرعي الأعلى الإسلامي بركي بيقدروا يضغطوا عليه وكذا فبقيت المشاورات والمداولات والتجاذبات هل صحيح أنه صار في اتصال تقريبا منذ خمسة أيام بين ماكرون والسعودين والأمريكيين وعالقت هنا في لبنان عند الحريري وفاية كيف تريد نحكي بالهلأ الراهن وترجع بعدين للأساس خلينا نحكي بالراهن وبالتطور الإجابة التي أقام عليه الرئيس الحريري وإذا لديك معلومات تحاول الثناء الشيعي كيف يتعاطى مع ما تقدم به الحريري بقدر أدر لأنه رحلك بصراحة الثناء الشيعي حتى الآن لم يتخذ قرارا بعض القصة طازة وعم يتشاوروا وبيتداولوا وبنائشوا وبيتطلقوا مواقف يعني أنا وعم بحكي مع أحد المعنيين طلع البيانة رؤساء الحكومات السابقين بالتالي بعد مصر كل المعطيات المحيطة متوافرة لكن عند الثناء أكيد معطيات سابقة لحدوث هذا التحول إلى علاقة بالاتصالات التي تصير مع الفرنسي والأجواء التي ينقلها الفرنسي واللي هون أنا بقدر أحكي عن ثلاثة أشياء الأمر الأول أنه الفرنسيين بيعرفوا جيدا وأبلغوا هذا ما عدتش عم بيحكي هلا أنه هني بيعرفوا بيحللوا أبلغوا رسميا أنهم يعتبرون أن طرح المداورة لم يلقى اعتراضا منهم رغم أنه ليس من أصل المبادرة لكن عندما لاقى اعتراضا من المكون الشيعي اعتبروه تعطيلا للمبادرة واضح؟ يعني اللي عم يجي يقوله الثناء الشيعي عم بطير المبادرة الفرنسية المبادرة الفرنسية بلسان الرئيس ماكرون معلومات كما أبلغ الثناء الشيعي تعتبر بشخصها بقيادتها بأركانه أن طرح المداورة بعدما لاقى رفضا بات عبئا على المبادرة الفرنسية وتفخيخا لها كما تعتبر العقوبات الأمريكية التي جاءت في منتصف المهلة حدد ماكرون أسبوعين تركوله أسبوعه تركوله عقوبات بأول أسبوع الثاني أيضا تعطيلا للمبادرة واستهدافا لها هلا الفرنسي ما بيمشي بلا الأمريكي لكن الفرنسي ما بينهزم بسهولة هذه المنطقة آخر فرصة للفرنسي لإعادة إنتاج دور في هذا الإقليم الذي مبين أنه بليبيا وضعه فيه صعب إذا مش سيء بمالي وضعه فيه صعب مبين أنه التنافس مع تركيا في ذروته في الأطراف الأوروبية اليونان أبروس إلى آخره ريهانه عنده القدرة يكون شريك صانع قرار لا هلا هلا راح أكمل لي يعني قوم بدور لا عنده خصوصية في قلب تنسيق يعني في قلب تنسيق تنسيق على نارة ساخنة يعني مش تنسيق إيجابي وودي ومكلفه الأمريكاني عم ينتزع انتزاع عم يقدم قدم حدود الحركة وهوامش المناورة التي يملكها فالفرنسي بيعرف أنه لما أخذ قرار هذا رئيس دولي في ماكرون مش أنه وقعد وشايف الانفجار بالمرفأ معاش حمل حاله ما طايق تيابو عليه حط حاله بالطيارة وقال يا بيروت يعني لا يعني مؤسسة درست وقيمت قبل الانفجار ولما صار الانفجار اعتبرت إنه التوقيت المناسب حط ترامب بالجو وقال له هو أصلا بإحدى التغريدات يعني أنه قال له لترامب أنه لبنان إذا ذهب إلى الانهيار في ثلاث نتائج الناتج الأول فوضى ستنعكس انفجارا قد يتحول إلى حرب إقليمية يعني حرب بين حزب الله وإسرائيل هذه النقطة مهمة هي مبادرة فرنسية صرفة فعلا ولا طلب الأمريكيين من توجه فورا مبادرة فرنسية مبادرة فرنسية في ظلال ضوء أصفر أمريكي لا أحمر ولا أخضر يعني يعني أنه لا مانع لدى الأمريكيين وبالمقابل عند الأمريكان في نظرتين نظرة عبر عنها ديفيد هيل اللي قال أنه نحن تعايشنا مع حكومات فيها حزب الله وما عندنا مشكلة ودى والنظرة اللي عبر عنها بومبيو ودايفيد شينكر اللي بتقول وترامب متعايش مع النظرتين لأنه أمن إسرائيل يعني ترامب يعني ما في روح للآخر بالتصعيد وهو يخشى من دلاع توتر وفق القراءة الفرنسية يخشى من تحول ساحل المتوسط من منطقة الشمال اللبنانية إذا نهارت الدولة ومؤسساتها وأمنها واقتصادها وفاتت تركيا تركيا بتجيب معها داعش بتجيب معها التشكيلات المتطرفة أكيد هاي حساب المنافسين بيجوا على المتوسط اللي بيقلك أنه الصين ليش بدها تيجي لا الصين مش مس بدها تيجي طيب شو المصالح الفرنسية في لبنان يعني وصلت لمرحلة لما إجا وزير الخارجي قبل انفجار بيروت أنه فقط جاي يطلع على المدارس وعلى الإرساليات وهذه الأمور شوفي المصالح الفرنسية فرنسا مضع فيه مصلحة للفرنسي في لبنان منذ 2005 العودة إلى المنطقة ما إلى أرضيب ولا محل غير لبنان لكن اللي بيرجع على لبنان فتح ملف سوريا فتح ملف العراق فتح ملف العلاقة مع إيران طيب هلأ العقوبات الأمريكية على إيران في موضوع حظر السلاح اللي سقط بمجلس الأمن وفرنسا صوتت ضد الأمريكان موضوع العودة إلى تفعيل العقوبات الأممية من طرف واحد من قبل الأمريكي باستناد لاتفاق نووي هو انسحب منه وقف ضده مجلس الأمن بما فيه الفرنسيين يعني فيه كباش على دور فرنسي في المنطقة متميز عن الدور الأمريكي لكن غير متصادم معه يعني يسعى الأمريكي في ظلال الكلام الغربي العام الذي يسلم فيه بالقيادة للأمريكيين أن يحصل على تفويض بأن يكون هو مدير المشرق لبنان سوريا العراق وأن يكون صاحب الحصة الاقتصادية الأساسية في إيران بالتنسيق مع الألمان لهن القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا بقلب فرنسا نفسها أصلا بإدارة الملف اللبناني مثل ما بأمريكا في ديفيد هيلو وفي ديفيد شينكر كمان بفرنسا أمانويل بون أقرب لبومبيو ولا ديفيد شينكر وبرنار أمي لا أقرب لك وماكرون حسمها هذا التحول الذي جرى التحول الذي جرى أن الرئيس الفرنسي أعاد توضيب فريقه بعد الإخفاق الذي تبين لأنه ما حد فيه إلي أن المداورة طرحت من نادي رؤساء الحكومات السابقين وتبناها الرئيس الحريري بوظيفة استهداف الثنائي مش بوظيفة أخرى ولا بنوايا إصلاحية لابدوا يعمل نوايا إصلاحية ما بشكل حكومة لون واحد لابدوا يعمل نوايا إصلاحية تذكروا المناخ اللي كان قبل طرح قصة الحقيبة المالية رئيس جمهورية منكبله التشكيل على طاولته يا بيمضي يا منعتزره من حمله مسئولية فشل المبادرة الفرنسية هذا لم يتم بدون قدر من الغطاء داخل فرنسا لكن هذا الغطاء لا أبقى هون بالأشواء اللي هون لماذا مصطفى أديب لا يتشاور مع أحد هل أولا ضمن المبادرة الفرنسية أنه أنت حضرتك يا الرئيس المكلف بتشوف المطلوب بتشوف المناسب بتقدم تشكيلتك هيك طلب منه للرئيس المكلف رؤ نادي رؤساء الحكومات السابقين هذه طريقة جديدة مخص الفرنسي أو هو كعار سياسي بالعكس إذا إجا الرئيس ماكرون هو اللي بيعتبر حاله أبو المبادرة اجتمع مع أركان الأحزاب والقيادات السياسية ليهيئ الأرضي لفصل المسار الاقتصادي عن قضايا الخلاف السياسي ويقول بدنا حكومة محمية سياسيا موافقة عليها ومحتضنة من جميع الأطراف تجي تتفرغ لإنجاز الملف الاقتصادي والمالي بيقول له لرئيس الحكومي المكلف أنه دير ظهرك للأطراف وروح شكل بعدين هذا الحكي عن أنه رئيس الحكومي يشكل يعني منين بيجي بالأسماء رئيس الحكومي أنه هو عنده فهرس في عشر تلاف اسم بحط المواصفات على الكمبيوتر وبيكبس أنتر بيطلع له ليحة بالأسماء المطابقة للمواصفات في أطراف بدت رتشح له هالأطراف هي سفارات وهالأطراف هي زعامات وهالأطراف هي أحزاب هو مصلحته أستاذ ناصر أنتو ما عملتوا هيك يوم حكومة حسان الدياب ما له يعني نحن نفس الفكرة تتكرر اليوم هي زيتة ولكن ذلك ينتمي لفئة وهذا ينتمي لفئة أخرى أبدا 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 ذلك ضرورة إجبارية لأن الفئة الأخرى رفضت المشاركة وأرادت أخذ البلد للفراغ ولذلك الذي يأخذه كثيرون الآن من أنصار التنائي والغالبية عليها بأنه أنتو أطحتوا ببكرا بحكومة حسان الدياب قبل ما تعملوا الاتفاقات الأخرى هو يسجل لهذه الغالبية ويسجل للثنائي لأنه أصلا كانت حكومة الرئيس حسان الدياب بنظر الغالبية بكل قواها ومكوناتها هي خطوة إلزامية كي لا يسقط البلد في الفراغ والفوضى فما حدقت فلسفة حكومة الرئيس حسان الدياب لو قبل الآخرون لو إبل الرئيس الحريري يجي لكان هو الرئيس الحكومي كلنا منذكر تسميات بهيج طبارة مع حفظ الألطاب محمد الصفضي وقتها وقتها أنا ما بدي أرجع لورا بس وقتها كانت الأكثرية الديابية هي وما حطط له شروط بخياراتها وبقراراتها وبشروط بدنا نحكيه لأمور مثل ما هي اللي قال عندي شروطه والرئيس الحريري مش حدا تاني قبل تشكيل حكومة حسان الدياب نحن عمل له شكل مثله طلوبه من القوى تسميلك وبرياحه أكتر من اللي كانت مع الرئيس حسان الدياب خود ريحتك بيعطيك اسم ما بيعجبك رده اسم تاني رده تالت خامس عاشر واللي ما بيسميلك حاول أنك تجيب الأسماء التي يمكن أن تشكل تمايز بكفاءاتها بمؤهلاتها بسيرتها الذاتية لكن أخذ قرار في نادي رؤساء الحكومات السابقين سننتقم نحن نركب المبادرة الفرنسية بدعم أمريكي فنقول للأمريكي هذه حكومة إذلال حزب الله وكسر رأس رئيس الجمهورية أو نحملهما معا مسؤولية سقوط البلد وإفلاسه وين التحول اللي صار هلأ بعد الظهر الفرنسي اللي شاف الأمور مسكرة خلص وصل البلد من يومين وجاي يمبين أصلا قبل البيانة اللي صدر عن الرئيس الحريري مش كل نشرات الأكبار طلعت عم بتقول أنه الجمهور مستمر وأنه ما فيه حتى ولا ضربة مسمار صارت مبارح واليوم الأمور مسكرة هاي المعطيات اللي عند الفرنسي وإذا كملت هيك هو قاله للرئيس أديب ما بتعتذر وأبلغ بأن الرئيس أديب لن يعتذر ولن يعتكف خلافا لكل الكلام الذي تم تسريبه والرئيس أديب أكيد حريص على أنه ما يعمل قطوة خراب يعني ومعه هالحماية الفرنسية فمكمل فيها الفرنسي عمل اتصالاته بالرئيس الحريري عمل اتصالاته بالأمريكان عمل اتصالاته بالسعودية ليطرح سؤال هل هناك قرار بإخراج فرنسا من المعادلة في المنطقة اللي عنده هذا القرار يخبرنا إياه لأنه لما طرحنا المبادرة نحن ما استغفلنا حدا حتى السعودية لما بعتنا الرئيس ماكرون رؤيته وتصوره وما إجاء جواب كافي اتصل بالرئيس بوتين وتمنى عليه التحقق من الموقف السعودي أو التأكيد على الحاجة للدعم السعودي وعاد إليه الرئيس بوتين بالإيجابية وبالتالي الرئيس ماكرون بيعتبر عمل واجباته تجاه الجميع حط الجميع في صورة ما يرغب بالقيام به وحصل على التأييد وبالتالي ما حدث هو تعطيل ليست فرنسا طفلا مراهقا في السياسي كي تعتبر أنه نتاج محلي هي تعلم بأن نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي سطى على المبادرة الفرنسية هو نادي شراكي في حضور لفرنسا لكن في حضور قوي أمريكي وفي حضور قوي سعودي وبالتالي هي قيمة هل كان الأمريكيون يطلبون استحصال قدر الإمكان على مكاسب ومنها وزارة المالية؟ يعني ما كانت أنه اتجهوا نحو التعطيل ولكن حققوا قدر الممكن من المكاسب وطالبوا بوزارة المالية ثلاثة أبعاد بالموقف البعد الأول ربط انتزاع وزارة المال بالعقوبات أنه لو لا العقوبات لما تمكننا من نزع وزارة المال فإذا بدأت المقاومة تهزم هذا موضوع استراتيجي واللي بيقول لي ليش بتشبث حزب الله بالموقف لازم يفهم هذا الاعتبار بحجمه وبأهميته ما حدا يمارس التذاكي أنه ضحه من أجل البلد بقصة معتدة لا يكون فيها مش أنه اللي افتعل القصة ينقل له ضحي من أجل البلد وهي ضحه على كل حال بمعنى أنه هو طلع على الشجرة هو عم ينزل هو اعتدى وهو عم يتراجع عن العدوان عم يتراجع تحت الضغط مش مكره لا أنا رأي أنا رأي الرئيس الحريري لا الرئيس الحريري يرغب بهذا لكنه لم يكن يملك التغطية بدليل الحكومتين السابقتين اللي شكلهم بعهد فخامة الرئيس ميشيل عون كان فيهم حقيبة المالية مع الشيعة وبالتالي ما كان عنده مشكل الرئيس الحريري من جهة يعرف بأنه يعني عنده مشكل مع الأمريكيين وعنده مشكل مع السعوديين والفرنسي مش حائز على طغطية كاملة بدليل ما طرح في نادي رؤساء الحكومات السابقين منسمي مصطفى أديب ونحن منكمل التشكيل ونحن من هذا وحمل هو المطلب بأن يأتي إلى الرئيس بري حاملا مشروع رؤساء الحكومات السابقين تغير الموقف الدولي والإقليمي أن الفرنسي أصبح يملك تفويضا أوسع والرئيس الحريري أنطناتو شغالي الغطل اللي حصل عليه الحريري فرنسي معزز يعني مش الفرنسي ويجي الأمريكي يقول له لا نحن مش ماشيين مع الفرنسي بهاي يجي سعودي يجي سعودي يقول له نحن مش ماشيين بهاي أنا رأيي نادر وأساء الحكومات السابقين الآن فتح على حسابه يعني بمعنى هو لديه بعض الأجواء الاحتجاجية في السعودية وفي أمريكا لكن ليس لديه موقفا رسميا أمريكيا سعوديا بالتعطيل لأنه لو في موقف رسمي أمريكي سعودي بالتعطيل لا الفرنسي بيقدر يقدم خطوة ولا الرئيس الحريري بيقدم خطوة فيه مناخ أكيد عداء إلى المقاومة والكملوا وتحشوا ما تتراجعوا ما تتنازلوا وهذه مرة تانية عمل الرئيس الحريري فينا لكن الرئيس الحريري بنى خطوطه على أولا قنعاته بأنه هو بيعرف أن القصة اخترعت اختراع وأنه هي اعتداء بدون مبرر وهي تلبيس إضافي للمبادرة الفرنسية من خارج نصها وبيعرف تانيا أن المعادلة الدولية والإقليمية التي ترسملت عنده بموقف فرنسي واثق من أنه تركوا علي الأمريكان والسعوديين هذا كلام ماكرون للرئيس الحريري مبارح واليوم وبناء عليه الرئيس الحريري فأنضج مبادرة ونحن سنعمل على الطرف الآخر مبادرة تكون تتناسب مع حفظ ماء الوجه ومثل ما قاله هو لا نعترف فيها لمرة واحدة ومش عرف وكل هذا الكلام اللي ورد بيبيانه بدي أحكي عن العرف بالقسم الثاني نعم لكن الرئيس ماكرون وبكرة بيعتقد أنا برنار إماجي على بيروت ليتابع بناء على مبادرة الرئيس الحريري الموقف على ضفة الثنائي اللي بيعتقد عن بنائش هلأ كيف بده يتفاعل لكن خلينا نقول أنه فيه اختراق كبير حدث في جدار الجليد كل اللي أخدوا موقف واعتبروا وحملوا الثنائي مسئولية التعطيل مطالبين اليوم بأنه يراجعوا موقفهم كل اللي قالوا أنه أنتوا اخترعتوا قصة لازم يعترفوا اليوم أنه ارتكبوا خطأ سياسي كبير في أنهم تسرعوا لأنه صاحب المشكلة اليوم هو عم بيقول أنه أنا أبلان وأنا موافق بس ما حدا قالوا بالماضي ولا حدا ما بدي فوت بتسميات إلا يمكن رئيس جمهورية اللي قالوا اللي قال فيه تشبث وفيه عناد من الطرفين ما حدا إلا وحكى عن طرف واحد أنه الثنائي متشبث بأي صفة تطلب طائفة موقعا إيجا الرئيس الحريري يحكوا مثل كنتم لا ما بدي سمي أنا لأنه نحن حريصين على بكركي وعلى العلاقة مع بكركي ومنعرف أنه في حدا عم بيورط بكركي وأنا مسؤول عن كلامي وعم يطعمها مواقف يورط بكركي؟ طبعا لأنه البطراكسفير الله يرحمه شريك في الطائف وسامير جعجع بيعرف شو صار بالطائف شو صار؟ هاي الأضايا اللي تم نقاشها والاتفاق عليها ما قلت ما نحكي فيها؟ نحكي فيها لكن البطراكسفير ما كان موافق على الطائف طائف ما قال بديش هل أفوت فيها معلشي خليها لوقت بس نجي لوقت لكن إذن إذن الذين تسرعوا هلأ يسألوا حالهم ما طلعوا بسواد الوج يعني لو قالوا متل ما قال رئي الجمهورية بس وكأنك توحي أنه الفرنسي يعني قبل لأنه يعني عم يتصرف بأخلاق عالية في لبنان تجاه الشيعة وأنه الموضوع أنا فقط لم أطرح مدورة وكان هو يعني زعل لو ظهرت من إيد الشيعة لا أبدا أبدا الموضوع فيه فائد أنا رح لك أكثر من هك فيه فائد كوة لفريقه لو ذهب لو نجح لو نجح نادي رؤساء الحكومات السابقين بإسقاط حقيبة المالية من يد الثنائي لكان الفرنسي فرحا تماما لكن ليس من مبادرته يعني هو لا يريد إسقاط المبادرة خلينا نميز بين أمرين هو طارح مبادرة مش لا يتسلى مش مبادرة عمل خير من شان نفسه مصالحه دوره مستقبل فرنسا في المنطقة وبالتالي هو يعلم بأن أي ثارة لمشاكل تؤدي إلى عرقلة المبادرة تستهدفه هلا هو إيجا لما انطرح خلينا بس أنا بس بدي أسأل مهمة تعليقا على كلامك أستاذ ناصر الصحف الأمريكية والبريطانية ما عنده هذا الجو القوي تجاه ماكرون يعني واشنطن بوست تقول تأثير ماكرون في لبنان محدود والطبقة الحاكمة ستجد طرقا للحفاظ على وضعها هذا حكي لبناني مش واشنطن بوست لا هلأ هيدا واشنطن بوست اي 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 ما دكتوري من المقال انا عم بيعرف شو عاملك الكاتب لبناني لا اسمه إيثان ثارر ايه بس هذا الكاتب لبناني وانا بعرف مين الكاتب اللبناني طيب خليني بس لحضرتك للمشاهدين علقت واشنطن بوست على زيارة الرئيس الفرنسي الثانية إلى لبنان ومحدودية تأثيره على البلد وقال المعلق إيثان ثارر أن الرمزية الواضحة في زيارة ماكرون التي لم يفصل بينها وبين الأولى سوى أسبوع وتزامنت مع مرور مئة عام على ظهور لبنان الحديث زرع ماكرون شجرة تمثل الولادة الجديدة في محلقة طائرات فرنسية مجلة ايكونوميست تقول أن الديبلوماسيين الفرنسيين يعرفون أن نفوذهم محدود ومن هنا يأمل ماكرون دفع قادة لبنان بالحسنة إلى دعم التغيير وبمنظور وصول الدعم لو التزموا يشير الخبراء إلى تراجع أهمية بيروت في باريس وقال روبرت زارنسكي بواشنطن بوست بقلب المقرار المستهدين لا إيكونوميست لا يوجد لفرنسا صلاة اقتصادية مهمة في لبنان هذا بداية حديثنا فهي في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة له ولكن لبنان وبعد وضع الملف الفلسطيني على الرف لم يعد يمثل تلك الأهمية لفرنسا كما كان في الماضي وفي الوقت الحالي الفرنسيون أقل حماسا لمكرون مثل حماسة اللبنانيين وقبل زيارته الأولى عبرت نسبة 39% من الفرنسيين فقط عن ثقتهم بماكرون ممتاز أول شيء واضح أن المقالين مرتبطين ببعض وفي وراهم مطبخ واحد قوة ماكرون ليست بفائد قوة قوة ماكرون في لبنان هي في الفراغ أنه في توازن قوة بين المشروعين بين الطرفين الإقليميين والمحليين المتقابلين وفي عجز عن إنتاج تسوية بينهما إيجا ماكرون حامل مشروع تسوية والتسوية حاجة متبادلة لا الأمريكي قادر يربح ويهزم ويحسم ولا طرف الآخر ليسمه محور المقاومة أو حزب الله وأمل المدعوم من إيران قادر يحسم ويربح والبلد عم يغرق إيجا ماكرون في قلب بزمانه بس هيك اقتباس تاريخي موتسي تونغ زعيم الحزب الشيوعي الصيني والجيش الأحمر ومؤسس جمهورية الصين الشعبية أقام مجموعة من المناطق سموها جمهوريات حمراء وكانت الصين بعدها تحت سيطرة الخصم اللي هو الجنرال بشانكاي تشيك يعني حزب الكيومي تونغ فبيعمل تقريره السياسي داخل المؤتمر تاع الحزب وبيشرح فيه هذه الجمهوريات الحمراء بقول نحن وين بنينا الجمهوريات الحمراء تابعنا بنيناها في المناطق الحرام بين الإقطاعيين المتنافسين لأنه في مناطق إذا أرب هذا على هالمناطق الإقطاعي المقابل بيعتبر اعتداء عليه في منطقة حرام بين المتصادمين في لبنان لأنه عاجزين عن الحسن إجت فرنسا عليها هذا الدور هو دور الكاتالايزر يعني اللي بلاه بالمعادلة الكيميائية منه عنصر دائم منه عنصر ثابت لكن بدونه ما بتمشي العملية اليوم بلبنان فيه انهيار لامريكي سيتضرر منه إذا حدث ومحور المقام مش هيكون فرحان فيه ولا حيربح فيه بالتالي فيه انسداد سياسي إجا مكرون قوته من هون قوة الحاجة قوة الحاجة جيد قوة المصلحة حتى ما تصير الأمور هالقدة مثالية لأنه بعد شوية لا لا الحاجة اللبنانية عم بحكي تعطيها في حاجة لبنانية بسبب الانسداد اللبنانيين محتاجين حدا ما بيعتبروا الطرفين عدو لذلك الأمريكي عند المقاومة عدو والإيراني والروسي عند الآخرين يستي الروسي عدم ثقة يعني بيعتبروا من حاسب سوريا الفرنسي هو الوحيد المقبول من الطرفين أدركت الإدارة الفرنسية هذا يعنيها نعم يعنيها حجم المصالح أنا أرحل لك مين جاب معه مين جاب معه الرئيس مكرون جاب معه هذا بالاستيراد والتصدير الأهم في المشاريع الاستثمارية الأهم في المشاريع الاستراتيجية جاب معه الرئيس مكرون ما كانت موجودة قبل انفجار المرفأ هذه المشاريع هذا الكماس حيى لبنانك فقط المدارس ونظمون الثقافية وضع رؤوس جسور لأننا موجودون ومعنيون استغلال الأزمة يعني معنيون والموضوع المسيحي اللي كان سابقا أخطأ الرئيس شيراك بنظر القيادة الفرنسية التقليدية بأنه شطب الدور المسيحي من لبنان لحساب علاقته بالرئيس رفيق الحريري الآن في استفاق فرنسي بس يوقع بالدين الواحد يفتش عدفيتر جده العتيقة في عودة فرنسية ما لنا بلبنان السنة بالمعنى آسف للتعبير بالمعنى السياسي القيادة السنية متموضعة عند الثناء السعودي الأمريكي القيادة الشيعية متموضعة في الموقع الإيراني واستطراضا مع روسيا بالتالي المسيحيين هن الطرف الوحيد لما عنده مرجعية دولية بحزبنا الأكبر على الأقل اللي هو التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية وأنا من هنا أقول لك للبعض الذين لم يفهموا كيف تفهم الثناء الشيعي كلام رئيس جمهوري مبارح لأن الثناء الشيعي مش بس لا يمانع يرحب بأن يصبح رئيس جمهورية هو الطرف المعتمد في المبادرة الفرنسية بعدما خدع بنادي رؤساء الحكومات السابقين الذي فقخ مبادرته فأظهر رئيس جمهوري مبارح أنه قادر يكون في موقع الوسط قادر يكون هو حاضن لمشروع حكومة إنقاذ خارج إطار الاستقطابات السياسية وبالتالي أنا بعتقد أنه اللي كسبنا بهالشهر من تاريخ الزيارة الأولى لمكرون والزيارة الثانية لمكرون وما بعدهما هو أنه في علاءة بين الرئاستين تحولت الآن إلى جسر عبور يمكن التأسيس عليه في تخطي الأزمة أنا بنتأخذ بريك مشاهدين بعد البريك نسأل ناصر قنديل هل انتقل لبنان من الوصاية السورية إلى الوصاية الفرنسية نسأل عن تفجير عين قانا عن العرف عن علاقة الحريري بنبيح بري بريك عودة لبديبلوماسية مع رئيس تحرير جريدة البناء أنا بسابق ناصر قنديل أهلا وسهلا جديد أهلا يعطيك العافية أستاذ ناصر طبعا في سؤال يراود يعني اللبنانيين أذهان اللبنانيين دائما وأنتم عيشتم فترة الوصاية السورية أنه اليوم انتقلنا إلى وصاية فرنسية ولو أتت ألطف ولو أتت بطريقة سياسية أو بطريقة غير مباشرة مع أنها واضحة المعالم هل هذا صحيح أم أنه هي فقط مبادرة وتنتهي خصوصا أنه الفرنسي لا يطرح فقط حل العقدة الحكومية أو المسألة الاقتصادية لا هو يريد أن يدخل في الطائف في تعديل الدستور اللبناني إذا صح التعبير أو الصيغة التي تنتج أزمات دائما وهذا يجعله وصي بدون أن نشعر نعم أنا رأيي لا كان في وصاية سورية ولا في وصاية فرنسية قادمة ما كان في وصاية سورية أبدا أبدا مش صحيح هذا حكي متسالية عن جد عن بحث شو كانت لك؟ لا أقول لك شو كان الطبقة السياسية اللي كانت حاكمة في مصطلح الطبقة السياسية مش كتير دقيق علميا بس هذا الرائج اللي كانت حاكمة بفترة الوجود السورية قديش أخلصت لسورية داخلي إذا هاي اللي أنتجوا السوريين في كنف وجودهم حماقة بس أنه السوريين قبل يعني كان في وصاية سورية بس عبلها هذا مثل الحكي بفترة الإغتيالات نقول له يا جماعة طيب السوريين أخطأوا في أول اغتيال ما بيتعلموا عشية كلمة في بحث بمجلس الأمن بتقرير للجنة التحقيق بنئة الحدا لتفور الدنيا ويقوم مجلس الأمن ويعليه ويصعد السوريين أداروا الملف اللبناني صحيح بعض المسؤولين في سوريا مارسوا الفساد من خلال هذه الإدارة وهذا صحيح لكن قلب المعادلة كان لبنانيا الإطار الإقليمي الكبير لموقع لبنان في الصراع كان سوريا هذا صح ما بدأت يعني أنا من نحاب بأطعق كيف أداروا الملف اللبناني هم فرضوا مواقفهم على السحة اللبنانية هم دعموا فريق على آخر مين شو دعموا تدخلوا مش أداروا مش بها اللطافة في اتفاق أمريكي سعودي سوري بوقف الحرب في لبنان بأي ثمن صيغة اتفاق الطائف كانت هي الصيغة التي رعت هذا التطبيق هاي المخرج اللي على أساسه نعمل حوار اصطدموا مع الرئيس ميشيل عون حول هذا الاتفاق أخذ خياره لعماد ميشيل عون بأنه مرح يمشي فهذه الثلاثية الرئيس جنعبايد الوزير جنعبايد عرضت عليه الرئاسة ليكون رئيسا للجمهورية رفض على قاعدة الحسم العسكري مع الجنرال عون بعد اغتيال الرئيس ريني معوض وأنا هو عايشهم وبعرفهم بالتفصيل وكان القرار دولي بالحسم العسكري مش قرار سوري يعني مش أنه السوري عمل إمارته بلبنان بالعكس الرئيس بشار الأسد لما سحب جيشه من لبنان اعتبر هذا عرس لأنه الآن سيتمكن من بناء جيش حقيقي لأن القوة التي كانت في لبنان مع أفرع الأمن التابع لها أفسدت استعمل السوريون في لبنان في الشأن الداخلي واستفادوا من موقع لبنان في الشأن الإقليمي هذه المعادلة بلا ما نضحك على بعض يعني ما كان فيه سطوة أو نفوذ للرئاس السوري على من هم هنا خلينا نتفق الشيء اللي له علاءة بالبعد الإقليمي سلم لسوريا بتوافق أمريكي سعودي سوري نيح؟ يعني موقع لبنان في صراعات المنطقة عهد إلى سوريا هذا صحيح وعلى قاعدته أن تكون سوريا مرجعا وسيطا بين الذين ارتضوا هذه المعادلة السورية السعودية الأمريكية اللي بيئي خارجها هو العماد عون ما حدث تاني البطرق سفير ما كان جزء منها ليش بل يضحكوا علينا اليوم ويصيروا 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 البطرق سفير كان جزء منها سمير جعجع كان جزء منها هلأ بعدين لما فرطت معادلة مؤتمر مدريد وصار فيه رهانات عند القوات لبنانية على خيارات سياسية أخرى موضوع تاني بس خلينا نتفق أنه في بداية اتفاق الطائف وبداية الدور السوري كان فيه قوى مسيحية باستثناء العماد عون طيب أنت قلت له سميته الدور السوري ولأ فيه دور فرنسي لأنه كان فيه مرحلة إقليمية تطلبت هذا الدور السوري مين أصلا أعطى الدور السوري ومين عم يعطي اليوم الدور الفرنسي أنا رح لك أكيد أنه سوريا ما كانت قاعدة يعني وعم تتفرجها وأكيد أنه سوريا مش طرف محايد في صراعات المنطقة المعارك التي خيضت في لبنان بالـ 82 وإسقاط اتفاق 17 أيار كان ليتم ذلك كله دون الدعم السوري مش صحيح سوريا كانت الحاضن والراعي لجزء أساسي من القوى السياسيين التي خاضت المواجهة مع المشروع الأمريكي في لبنان ومع المشروع الإسرائيلي في لبنان وأنا أذكر جيدا الرئيس نبيه بري بمؤتمر حزب البعث لما كان الرئيس حافظ الأسد قال الله يرحمه وقد تخلى عنا كل العالم إلا كوحدك اللي وقف مع المقاومة وحضن المقاومة وساند وليد جملاط في حسم معركة الجبل كل هذا في مواجهة نيوجيرسي كان السوري وكان الأمريكي يقف على الضفة الأخرى وصلوا لتفاهم مع غزو صدام للكويت مع كل المتغيرات اللي صارت بالمنطقة وهذا التفاهم صرف في لبنان هذا التفاهم اللي صرف باللبنان عطى السوري دور الآن الفرنسي كما كان وقتها ثمت احتياج للاعب يتولى توليف المعادلة اللبنانية لتخفيف أذاها عن الإقليمي والدولي لأن لبنان وين كان رايح بالـ 88-89-90 لحتى السعودية والأمريكان صاروا معنيين بأن يلاقيوا حل بلبنان بأنه ما يروح لبنان على الفوضى ويتحول إلى أنه حلفاء سوريا ما يخذين شأفي وموجودين فيها ترابلوس كلنا منذكر وقتها كادت أن تصير منطقة بديلة لمنظمة تحرير وسواها من الأطراف الإسلامية المتطرفة هذا القلق الدولي الآن موجود بصيغة أخرى وبالتالي الفرنسي يأتي على قاعدة مصالحه أولا مثل ما كان السوري جاي على قاعدة مصالحه لكن على قاعدة أيضا أنه يسير بين النقاط الإقليمية والدولية لبناء جسر منها ليقول للإيراني ما إلك مصلحة أنه لبنان يفرط لأنه جماعتك هيحمله مسؤولية ليقول للأمريكي ما بيحمل لبنان مزيد من التصعيد لأن المزيد من التصعيد سيؤدي إلى تداعيات مخربة على كل المصالح الغربية ستجي تركيا وستجي الصين وسيكون فيه متغيرات بموقع لبنان الإقليمي والدولي وبالمقابل مصالح فرنسا فرنسا بدأ المرفأ فرنسا بدأ المطار فرنسا بدأ البنوك وجابوا نبعه الرئيس ماكرون وبالتالي مش صحيح أن فرنسا هي كاريتاس وجاء تعمل خير لا فرنسا دولة عظمى صاحبات مصالح لم تلزيم كل هذه المصالح لفرنسا لأنه كل الدول طربت المرفأ بعد بعد هلا بكير هلا الفرنسا كيف بكير ما صاحبة المبادرة المتفق عنها دوليا وإذا المبادرة ليس فيها التزامات وأنا لماذا أعمل لك ما فيه وصاية لأنه لبنان شوفي حزب الله ما كان خارج معادلة الحكم بفترة تسعين ألفين أو ألفين وخمسة لما كان الوجود السوري والدور السوري في لبنان واللي ما بيعرف منيح يعرف أنه في تلك الفترة حزب الله كان على تصادم مع الجهة التي كانت تدير الملف السوري في لبنان ما كان على وفاق معها لا مع عبد الحليم خدام ولا مع الله يرحمه غازي كنعان ولا مع الآخرين كان في مرحلة تصادم وبالتالي أنه أصلاً كانت العلاقة بين حزب الله والقيادة السورية مش مثل اليوم لا 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 كانت العلاقة مع الرئيس حافظ الأسد ومع الرئيس بشار الأسد من بعده على أعلى درجات التنسيق وعلى أعلى مستويات التكامل لكن في الدور السوري في لبنان كان حزب الله خارج هذه المظلة يمكن بالألفين واربعة شوي صار فيه تفاهم هني واللواء رستم غزيلي الله يرحمه على موضوع البلديات وخلقة إشكالية كبرى بين حزب الله والرئيس بري على خلفية هذا الدور لكن عمول حزب الله فعلياً دخل بالألفين وخمسة قبل الألفين وخمسة ما كان جزء من هذه اللعبة السياسية اللبنانية تحت المظلة السورية مين اللي كان متصدرة طيب الرئيس بري يا ستي اللي كان يعتبر أقوى حلفاء سوريا بالتمانينات وبالتسعينات بدك تقول أنه قدامة أربعة عشر لا مش بالألفين الرئيس بري بالألفين لما عمل مبادرته نحو بكركي بلش خلاف بينه وبين القيادة في سوريا طلع بيان بأسم مصدر سوري بيقول أنه هذه الحركة نحو بكركي لا تلزم أحد في سوريا وبعد منها حدثت تحولات أخرى أيضاً أضافت إلى مثل ما يقولوا يعني هذا النهر مزيد من المياه الرئيس عون حدا هلأ فيه يحكي عنه أنه زلمة فرنسا مثلاً الرئيس بري زلمة فرنسا حزب الله زلمة فرنسا الرئيس الحريري الكل عنده خصوصيات يرحب بالمبادرة الفرنسية هلأ إذا بيجي الفرنسي وبيقدم للبنان أفضل مشروع بأفضل الشروط للمرفأ ما حدا عنده قضي لشو نحن عندنا شركات يعني منافسة للشركات الفرنسية المنافس للفرنسي يا أمركاني يا ألماني يا صيني يا روسي لبنان أكيد سيكون بكل أطراف وخليني أقول إذا الله يسر ومشيت الحكومة واللي عمله الرئيس الحريري يشكل نقطة بداية يؤسس عليها إذا صارت الأمور بانتجاه إيجابي أكيد رح يكون فيه ترييح للمطالب الفرنسية لكن مش خضوع مش خضوع لأن فرنسا ما بتملو إذا لا تعتقد أنت أنه في وصاية فرنسية قادمة حتى ولو تم التدخل أبدا وأنا برأيي في مبالغة صارت بأنه لا يكون لغة اللي حكي معهم فيها القصر الصلاوبر عملهم مثل التلميذ معلش في محاولة يعني البلد دخلك شو بيستفيد ليه لما بيدخل الأجنبي أو الخارجي بتتحل أمورنا كيف بنرف أنا رح لك لاش لا أنا رح لك لاش لما بتكون المشاكل مصدرة أجنبي فوق طاقة القوى المحلية حلة أكيد مشاكل مصدرة أجنبي مئة بالمئة نحن عايشين بقلب أزمة سببها الهجوم الأمريكي على المقاومة عمي ويف وزير الخارجية وزير المالية الفرنسية برونو لومير رجعوا إلى مؤتمر وزراء مالية قمة العشرين في الرياض الافتراضي في كانون تاني 2020 ما كان فيه بعد لا مبادرة فرنسية ولا شي حكي بوضوح أن مسير التعافي لبناني يجب أن تحتل اهتماما لدى المجتمع الدولي ولدى المشاركين في قمة العشرين وأنا أطالب فرنسا بالفصل بين مساعدة لبنان على التعافي والمواجهة التي تخضها واشنطن مع طهران هذا خطاب رسمي فرنسي هذا الخطاب الرسمي الفرنسي نسف لدريان على قاعدة رغبات بومبيو أعاد له الاعتبار ماكرون على قاعدة مصالح فرنسا نحن قدام معادلة خارجية هي التي تسبب أزماتنا حتى الفساد الداخلي معلشي أنا اليوم كنت عم بسمع الوزير السابق شرب النحاس على قناة الجديد حكى كلام أنا معه في جزء أساسي لهو أنه نسبة يعني أنه الفساد فيه فساد أكيد والفساد معش شوية مكان وفيه سرقات وفيه نهب لكن النسبة الأساسية من الانهيار الاقتصادي الذي نحن فيه الآن مش عائدة لفساد جنائي وستعملوا تعبير المفكرين أنه هلأ بيروحوا بيفتحوا الخزنات وبيجيبوا الحسابات بيلاقوا عشرات مليارات موهمين المال اللبناني ذهب في إنفاق بالنيابة عن أجيال قادمة دفع خدمة للدين اللي العالم رعاه نحن من سنة 98 لازم نوقف دين من 98 ليش دللونا هالآد لأنه مطلوب نغرأ فهذا المجتمع الدولي السؤال إذا بدي أعمل عيد صياغ عيد صياغته طيب الأمريكي يريد أن يحاسب بسبب الفساد الفرنسي يريد أن يحاسب بسبب الفساد بس ما الأمريكي لديه حلفاء وعملوا مليارات والفرنسي لديه حلفاء وعملوا مليارات واليوم أنتوا شفتوا هذه الأزمة نحن مش عمتصنع في رئيس حكومي سابق في رئيس حكومي سابق المصرف المركزي معترف حكم البنك المركزي قدام مرجعيات لبنانية بأنه رئيس الحكومي السابق حصل على أموال بغير واجه حق وحليف لفرنسا وأمريكا الفكرة ليه هلأ شفتوا مين بيسترجح حاسبه ما عم بيشوفوا فساد هنا فيه استعمال داخلي وخارجي للفساد وهلأ مش عم نحكي عن منظمات مجتمع مدني فتحوا ملفاتها بالمساعدات المنهوبة والملعوب فيها بالنازحين السوريين قداش وصلهم أموال باسم النازحين السوريين كيف صرفت ما حدا أحسن من حدا كله إذا طبق عليه من أين لك هذا لأنه أنا رأيي الفساد الجنائي اللي عم بقصده صعب أنك تلاقيه أنا سلفا عم بقلكم هذه أموال منهوبة ما في مشروع غربي لحرق بعض الأسماء وبعض الزعامات على طريقة الربيع العربي لا 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 ما نكتب أنا برأيي دعموا حسن مبارك وتخلوا عنه وزين العبدين وتخلوا عنه دعموا أكثر من زعيم ومن السحل التخلي عنه إذا انقلب عليه المجن يعني الرئيس سعد الحريري إذا بطل قادر يمثل الكتلة الأوسع تمثيلا في طائفته أكيد الأمريكان ما رح يعملوا معركين لشان يرجعوه لكن طالما أنه يمثل الكتلة الأوسع تمثيلا في طائفته ما فيه شيء اسمه مشروع أمريكي بتجديد الطبقة السياسية اللبنانية واعتماد منظمات المجتمع المدني أو إعادة إنتاج قيادات جديدة على قاعدة اللا فساد والشفافية ومش صحيح أبدا كل جماعة أمريكا أفسد من الحاكمين اليوم اللي برات الحكم عم بحكي جماعة أمريكا يعني بالنخب أنه الأمريكي ينظر للشارع هذه مهمة الأمريكي ينظر لمصالحه ما حدا يضيع البوصلة وأولى أولوياته أمن إسرائيل ولأن في لبنان شايفي لو ما فيه بلبنان هاي المقاومة الأمريكي أخر هم الملف اللبناني الأمريكي هاي تشكل نقطة استقطاب للسلب والإيجاب يعني بسبب هذه المقاومة يهجم الأمريكي على لبنان بالعقوبات ويخنق لبنان في العقوبات لكن عند التسويات بسبب هذه المقاومة سيحصل لبنان على الميزات وسيحصل لبنان على المكتسبات يعني هي مع وضد هي بسبب وجودها لأمريكي بده أمن إسرائيل لأنه بده أمن إسرائيل بده يخوض للآخر معركة إضعاف المقاومة أملا بمفاوضتها على الصواريخ الدقيقة أو سواها لكن لما تخلص هذه المعركة وهي تقترب لأنه أنا برأيي مؤشر الحكومة كان واحد من المعارك الكبرى حول رمزية قوة المقاومة مش حول شيء تاني طيب ما لما نقلنا بالمقدمة فائد القوة مش فائد القوة لما أنت بحضور النفوذ ما فينا نبصر إنجازات هذا السلاح معلش عمالي تجاه الأمريكي فائد قوة تجاه الداخل قوة الحق مش صح يعني في فرق كبير بين اتنين بس الأمريكي يردخ لفائد القوة الخارجي المستثمر في الداخل ما استثمر في الداخل سيستثمر ولا يستثمر من الليلة ولا يستثمر الذي جعل الرئيس الحريري يتراجع مش فائد لك مش كيف يانا من السلاح لقل الرئيس الحريري يتراجع هو أنه وهو يعلم أنا فهمين الفكرة كل الضغط الأمريكي وكل الضغط السعودي وكل الضعف الفرنسي لم يفرض على المقاومة وعلى الثناء التراجع فإذن البلد وين رايح رايح الفراغ على الفوضى قد تنشأ حرب إسرائيلية مع المقاومة وينتج منها تسوية يصبح الآخرون خارجها ما نزعبر على بعضنا قد تسقط هذه الحكومة باعتذار الرئيس أديب ويستعصي المجيء برئيس تسوية آخر بسقوط المبادرة الفرنسية وبالتالي يأتي رئيس مش حسان دياب هالمرة حسان ذياب مكشرا عن أنيابه وصفوه بحكومة لا 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 مش هو ما عم بيحكي عنه أنا مش حسان بالضرورة يعني أن يأتي مدرور يكون اسمه حسان عم بيحكي سيأتي سقور سقور لماذا هذا الكلام أنا راح أعلك ليش وتبين أنه ما فيكن تحكموا من دون الآخر مظبوط لكن لما تجبر الأطراف ما شوفي الفرق بيننا وبين غيرنا شو أنه رؤساء الحكومات السابقين إذا بصحلهم يحكموا بلا الآخرين وهني مش غالبية نيابية نعم لا يتدخروا جهدا في هذا مستعديني جنده الأمريكي والسعودي ويزعبروا على الفرنساوي وبينما فريق 8 آذار أو بشكل أساسي خليني أقول الغالبية النيابية تصرفت حتى اللحظة الأخيرة على قاعدة الحرص بأننا لا نريد الفراخ لكن أولويتنا هي الرئيس سعد الحريري أو من يسميه هني مش هيك بيقولوا يعني اللي تنازل عن حقه بالتسمية مش هني وقته الغالبية تنازلت يا دولة الرئيس سمي أقل محمد الصفدي اقبلنا أقل بهيش طبارة اقبلنا أقل سمير الخطيب اقبلنا هو بطل بالتالي بطل معروف ليش بطل يعني وبالتالي نحن قدام مشهد في طرف بيقول أنا ما بحمل كرة النار لإسم الحكومة إلا مرغما وفي طرف بيقول هاي مش كرة نار هاي قطعة حلوة أريده أنا أستفرد بها وحدي هذا الفرق بين المنطئين الرئيس الحريري خليني أقول لك أنا لأنه زعيم لأنه الآخرين مش زعمة شركاءه في نادي رؤساء الحكومة مفهوم الزعيم هو اللي عنده شارع مستقل يستطيع أن يبني من خلاله معادلة سياسية في ناس ما بتشوف بالثناء الشيعي إلا سلاح حزب الله طيب ما بتشوفوا أنه هذه هي البيئة الشعبية الوحيدة التي أنتجت في لبنان إغلاقا لمقاعد طائفة النيابية بالانتخابات ما بتشوفوا هالشي ما بتشوفوا أنه مثلا اليوم عندك تعدد سياسي بالطائفة السنية عندك تعدد بالطوافة المسيحية عندك تعدد بالدروز بغض النظر عن النسب والظروف بس ما في تعدد سياسي خارج الثناء بس مش مشهد صحي يعني ما خصني صحي ولا مش صحي أنا أعمول هذا مصدر قوة هذا الفرنسي بيعرف يقرأ منه حمار مثل بعض اللبنانيين بيعرف شو معنى أنه الانتخابات المبكرة باستطلاعات الرأي اللي عملوا له إياها للفرنساوي وعنده شركات فرنسية مهمة لها فروع في لبنان قالت له أنه إذا الثنائي معه 85% بصير معه 95% في الانتخابات قادمة وأن التعديلات قد تكون في طلاف أخرى وليس في الطائفة الشيعية وبالتالي ما تحفل الطائفة الشيعية بالحراك ب17 تشريد؟ تعوذوا بالله في الولاء السياسي نسبة معينة يعني في الولاء السياسي الناس الغاضبة بسبب الوضع المعيش ناس الغاضبة خليني إليك مش عملقول تأثرت كثير خليني إليك ولكن ما فينا لقول ما تأثرت خلينا نرؤ التغيير الولاء السياسي هو شيء مختلف عن العتب عن الرغبات عن الطلبات عن الاعتراضات كلها قائمة وموجودة ما حدير إليك ويضحك على العالم بأنه الناس مبسوطة وعن متزقف مش صحيح بالطائفة الشيعية فيه ناس بتقول أنه حزب الله بالغ فيه أنه لا طواضع في استعمال قوته فيه أراء مختلفة فيه طلبات مختلفة فيه رغبات مختلفة بـ 17-20 كانت لحظة خرج فيها اللبنانيون بكل طوائفهم لكن الجمال ابني والحمل ابني والجمال ابني فيه ناس ليني 90% اللي من كل الطوائف نازلين صرخة غضب وليس لديهم أصلا لا مشروع بدنا كلهم يعني كلهم ولا مشروع بدنا الشعب يريد إسقاط النظام بعد تجربة 17-20 وما أنتجت من عصبيات ومن قطع طرقات ومن استغلال سياسي بلشت بالأول بعنوان يعني رموز اللي ركبوا على الحراف بقوة وسائل الإعلام مش بقوة تيتاني بقوة الفضائيات التي جعلتهم قادة ومنحتهم حق رفع الشعارات وحق تحديد الاستحقاقات والمناسبات هاو الناس أخذوا فرصتهم في التجربة يكتشفوا الشيعة اللي شاركوا وكتير من المسيحيين والسنة اللي شاركوا والدروز اللي شاركوا وهذا اللي بيخليك تعرف ليش الآن فيها الجفاف الشعبي في المشاركات هذا بيسموه التصويت بالأقدام يعني الزعامات التي تنتجها التظاهرات ما بتاخد صندوق اختراع على القيادة تبعها بتاخد دعوة بيلبيها مليون بتاخد موقف وشعار وخطة تعمل تاني دعوة بيلبيها مئة ألف صوت الناس بأقدامهم بالرفض وهكذا حتى بلغت بآخر وحدة بستة ستة لما قالوا الخمسة عشر تسعة وخمسين يعني بلشوا بالأول نحن حزب الله ما خصوا بس عتبانين عليه ليش هو ما بيكون الشريك معنا انتهوا بأنه حزب الله وسبب كل مشاكل البلد بلشوا بمليون انتهوا بخمسمية خمسمية مش خمس تلاف وبالتالي هذا الجفاف أحد مصادره هو أن الشيعة الذين شاركوا في سبعة عشر تشرين خرجوا ونسبة كبيرة اللي عم بلك تيار الوطني الحر خسر بالأول خسر النسبة الكبيرة التي هلأ التيار استرجع حضوره ما عندي معطيات بس أنا عمقول الشارع هذا ما عاد هون يعني ما عاد الشارع اللي شفناه سبعة عشر تشرين الكل متفق أنه سبعة عشر تشرين كان مشهد جامع ما عم بيحكي عكالي ليش الناس أنا عم بيحكي عن نقطة ليك السودان عاش مشهد شبيه للي بيقولوا الوقت وما الوقت والتضحيات هي السبب كذب السودان تزخم الحراك والسودان أفأر من لبنان لكن لأن القيادة التي كانت هي التي ترفع الشعارات وتحدد الاستحقاقات كانت ذات موثوقية شعبية ادرت توصل لها محل اللي اسمها تحالف التغيير التحالف القوى المهنية المهنية ادرت توصل لشراكي بالحكم بلبنان قبل ما يفوت المجلس العسكري ويعمل انقلاب اللي بيقولوا انه طيب بعدين صار فيه الجيش انضم قبل انضمام الجيش وانا عم اقول اليوم بلبنان الانفضاد الشعبي من التلبية الجماهيرية لدعوات الذين استولوا على انتفاضة الشعب اللبناني في سبعة عشر تشرين بقوة ما نصبتهم عليه وسائل اعلام وسمتهم ثوار ومدرشوه هذا الانفضاد الشعبي عائد لخطأ وسوء والاستهداف الذي حملته خيارات هذه المجموعات وبالتالي من هؤلاء شيعة ومن هؤلاء سنة ومن هؤلاء مسيحيين ومن هؤلاء دروس لنرجع اذا هذا يقول بانه الهز اللي صارت بالشارع الشيعي بسبعة عشر تشرين تحت عنوان الغضب والعتب انسحبت من التداول اليوم في مناخ مزاج شعبي عام في الطائف الشيعي عنده شعور بانه مستهدف عنده شعور بانه الثنائي يتواضع اكثر من اللزوم انا اعملك بصراحة نقلب المشهد بعد سبعة عشر تشرين هل قلب موضوع التوقيع الشيعي ومواهده المزاج الشعبي العام في الطائف الشيعي خليني بس اسألك سؤال قبل لبريك هل صحيح انه الرئيس سعد الحريري طبعا هي فرضية اليوم قبله بمن قبل لانه الرئيس بري غاضب وعاتب انه نحنا كنا نقدم لك لبن العصفور كنا نطلب منك حتى انه اسقطنا حكومة الرئيس حسان الدياب عملنا كل شي ممكن نعمله وانت لا ترعينا في وزارة المالية فاذا هو الآن يعيش كان هاجس انه باي استحقاق اخر لن يسميني الثناء الشيعي رئيس مجددا هل قدمها بهذا الشكل وكان قبل عم بخاطر يعني من حمسيين كان عم بخاطر الحريري نحن نحل التحليل نحن نحكي عن شو فيه بعقله للرئيس الحريري وانه ما في غير الله بيعرف شو فيه بالعقول وبالقلوب الرئيس الحريري لما اجل عند الرئيس بري طالبا وزارة المال ولمرشح يسميه هو من الطائفة الزنية اكيد عارف شو عم يعمل واكيد عارف هذا مشروع مشكل نعم فبالتالي هو ارر المشكل وهو ارر الخروج من المشكل والحسابات السياسية حسابات الممكن حسابات الاحتمالات والرهانات كان عنده احتمالات ورهانات انه هذا بيمشي هلأ عنده حسابات ورهانات انه هذا ما بيمشي رؤس الحكومات السابقين اللي شاركوه الرهان الأول بدون يكمل بالرهان الثاني لو ما بيمشي لأنه هني أضيطن تخديم الاشتباك مش تحقيق مكاسب الرئيس الحريري مهمته أو تقديره أو سعيه أنه إذا بتزبط عظيم ما بتزبط وبدأ تأدي إلى الانهيار وإلى الفراغ وإلى الفوضى وإلى خيارات لا تحمد عقباها لا الأفضل خلينا نشوف نجسر في منتصف الطريق وأنا بدي أقول اللي قاله الرئيس الحريري بيبيانه ما بيشكل موضوع اعتراض عند الثنائي يعني الحديث أنه لمرة واحدة وليست عرفة نعرض تعليه أنه يخي نحن عم نقول عرف أنت أقول مش عرف لأنه رايحين نعمل حوار وطني ومنحط كل قضايا الخلاف وهذه منها عم نحكي بتطبيق الطائف اللي فيه المادة 95 كلها مش مطبقة ومش محترم ولا بند منها لا بند أنه لا تخصيص لوظيفة لطائفة أنا بستغرب من اللي قاله لصاحب الغبطة بأنه الوزارة هي وظيفة أنه بالنص الدستوري كل المناصب وظائف بالإيقر حتى رئيس الجمهورية بس مش وظيفة فئة أولى هو بيقول وظائف الفئة الأولى طيب استعمل تعبير بوظائف هلأ عكل حال إذا بدك بس نفوت فيها منحكي فأنا عمول إذن نحن قدام مشهد أنه الرئيس الحريري إذن كان يخاطر كان رايح على المشكلة للرئيس الحريري كان شايف المشكل بجيب مكاسب أنه فيه جو دولي ضاغط فيه جو داخلي ضاغط بركي من قدر نربحها تنين بديلك شيء بالنسبة لتسمية الرئيس الحريري أنا ما بمثل ثناء الشيعي وبنوب عنه يعني ما بمثله بمعنى مني الناطق باسمه بس بعرف كيف بفكر أنا رأيي طالما الرئيس الحريري قريب جدا من الرئيس الحريري مش بس قريب أفتخر وأعتز من قيادة حزب الله وعلى تشاور دائم ومع بالعكس هذا موضوع افتخار خليني أقولك أنا طالما هذا الثنائي يحتضن المقاومة فهو أنا لأنه في لبنان ما عندي أمل بالتغيير وانتي سمعتها مني بهون وخارج هون اتنين أنا ما عندي أمل بأنه حتى دولة مدنية في لبنان تخبزي بالإفراح يعني أنا برأيي كلهم هون يعني كلهم من جمعيات المجتمع المدني التكتلات السياسية بالمحل اللي بيخصه الواحد ببط المدني يعني كله مدني بمحل بيخص غيره لكن أنا عندي أمرين في لبنان السلم الأهلي والمقاومة ولأنه الثنائي يختزن دورا مهما في هذين مش لأنه هو الثنائي الشيعي لو كان اسمه الثنائي الدرزي أو السني أو الماروني أنا كنت معه لكن بدي ألك شي هذا الثنائي طالما يتبنى عمل معركي سنتين لا يقول طالما العماد ميشيل عون هو الأوسع تمثيلا في طائفته فلماذا تحجب عنه رئاسة الجمهورية المسندة عرفا لطائفته منطئي وطبيعي شو ما عمل الرئيس الحريري بيصير خلاف ايه وببعده عنه لكن لما بد يسعو الثنائي الشيعي لتسمية على قاعدة القواعد اللي بيطلقوا منا في التسمية أكيد الرئيس الحريري هو الأوفر حظا هذا ما له علاقة فأنا رأيي الرئيس الحريري مش عمل هاي عم يرشيهم بهاي لا يحصل عهدي هو بيعرف أصلا كان أخذ الثنائي موقف ما هو بيعرف أنه محتدم منه وقت 17-19 وقت 17-19 كاعي الرئيس بردي وطلع الشعر على لسانه ويأنعه بأنه ما تستقيل لا أنه مكملين سوا استقال بلا ما يخبره تلفلوا عنده السفير الفرنسي أنا أعرف الواقعة رغم كل شيء وعن بيقول له أنا خلاص أنا فالل رغم كل شيء ورغم ذلك ورغم ذلك استقال الرئيس الحريري ورغم ذلك رجعوا سموه لماذا؟ لأنه شو النقطة تضع الأوسع تمثيلا بدنا استقرار بالبلد هذا نظام طائفي هلا لبين ما يصير في فرصة يطلعوا للنظام أنا برأيي اللي عم يتفلسفوا على الخروج من النظام طائفي بس الوزير بس يلمكن بهذا الجو وقت اللي تسمى حسان الدير هلا وقت اللي تسمى مصطفى أديب قال بناءا على الأكثرية الصينية هلا برجعك نحن صرنا لا 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 أبدا 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 كيف أبدا؟ هلا رح أرجع لك بس ما أدي أليك اللي بيزايدوا بأنهم يعني محتحمسون للخروج من الطائفية وبدنا الدولة المدنية أنا بقول لهم بدنا منكم أقل من الدولة المدنية لا تكبروا الحجر لحتى تضحكوا علينا فيه لأنه ما رح يصيب أقل من الدولة المدنية وشي ما لكم جميل فيه لأنه منصوص علي في الدستور روحوا طبقوا الدستور ما حدا من اللبنانيين بدوا منكم جميل اتخذوا على الدولة المدنية أصلا اللبنانيين للأسف الشديد متموضعون خلف خطوط تماسي طوائفهم أكثر من زعاماتهم ما حدا يضحك أحده والنخب بتحكيه شوي للواحد بيكون حامل 3 بيأة جديد وعم بيحاضر لك بمدري شو شو بتزركيه شوي لا تقرب لي على ما منقرب هاي قواعد اللعب اللبناني عظيم بناء على هذه القواعد الدستور ما قال إلغاء الطائفية هدف خلوا لنا يا هدف بتجي أجيال أخرى بتحقيقه تعنفوت على المواد التطبيقية في مادة بالدستور اسمها المادة 22 بتقول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس للشيوخ في مجال يا أخي والله ما بدنا دولي مدني في مجال تعطونها ناطج الأوقات لحتى نطبق إذا هاي مش ناطجي لا 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 روح إذا مش ناطجي لهاي ما حدا يبيعنا لا 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 ما حدا يبيعنا لكان الحديث عن دولة مدنية إذا هاي مش ناطجي إذا مش ناطج إلغاء طائفية الوظيفة دون الفئة الأولى وهي نص دستورة مش إنه هي ما في عليها نص يعني أنا سمعت فخامة الرئيس مبارح لما عم بيقول ما في نص على تخصيص وزارة طائفية صح صحيح هذا ما في نص على هاي في عدالة تمثيل طائف في الحكومة بس في نص على إلغاء طائفية الوظيفة دون الفئة الأولى في نص على عدم تخصيص طائفي بوظيفة في الفئة الأولى فينا نطبقون أنا أتفهم لما بيقول تيار الوطن الحر ما فينا نطبقون تبهي أنا أنا شخصيا يمكن الثنائي ما يتفهم يمكن في أطراف أخرى ما يتفهم أنا أتفهم لما بيقول فخامة الرئيس أنا مش قادر لأنه إلغي طائفية الوظيفة بما دون الفئة الأولى لأنه فيه كذا 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 عندي اعتباراتي لما بيقول مش قادر روح على عدم تخصيص وظيفة من الفئة الأولى بطائفة لا بدنا نظل محظين على التخصيص لأنه الشارع المسيحي شاعر بالاستهداف شاعر بالمخاطر شاعر بالخطر الوجودي بالقلق أتفهم المشكلة حتى لو انتقلنا لا لا بس بتقول شي لا سمعيني بس لأقول لكن اللي بيقول العدد موجود لكن اللي بيقول ما فينا نعمل هول ما يقول لي فينا نعمل دولة مدنية بس عم بتمنى علي ما يضحك علي أنا عم خاطب الكل عمقول للثناء الشيعي عمقول للرئيس بر لما انت بتقول نحنا متمسكين بحقيبة المالية لأنه فيه خطر وقلق وشعور بالاستهداف عند الطائفة الشيعية ما تخبرني من تاني مايلي انه دولة المدنية انت قادر انه لما بتطرحها ايه بتطرحها تعجيزا عظيم والآخرون أصدق بعد تشكيل هيد الحكومة مش هلأ هلأ انتو موافقين معه بس بعد تشكيل حكومة مثلنا عن دولة المدنية لا خليني اخذ أنا رأيي انه عملك عمقول للثناء الشيعي انتو هلأ موافقين بهواجس الثناء الشيعي بس بهيد الحكومة اسمعيني ومن بعدها منحكي بتغيير ما هيك عم بقصد عمقول اسحابوا الدولة المدنية من التداول لأنها كذبة كذبة سياسية وكذبة شعبية وكذبة نخبوية منيح النخب كذابي والشعب منافق بالدولة المدنية أنا أتحدى أنه الشعب يكون بده دولة مدنية أبدا وثلاثة ارباع اللي على التويت كذابين فيه جزء كبير أستاذ ناصر بده من الشباب دولة مدنية بس تحكي على الطائف تبعه تعرفي معدنه الحقيقي أنا قرأت ناس يعني بنظروا للمدنية والعلمانية بيستعمل أوصاف بيقول لك المسيحيين وبيقول لك الشيعة بمعنى الكل الشيعة خربوا البلد فيه حدا مدنية بيقول الشيعة خربوا البلد طيب ما بده يوصف عظيم فإذا هو بده مدنية تعرفيش أنا اليوم اسمعت لك شرب النحاس مرة تاني بدي شير لشرب النحاس أنه كل ما يستعمل المصطلح يقول هو بيشوفهم شيعة نحنا مشوفهم مواطنين ومواطنات هو بيشوفهم دروز عن الزعمة نحنا مشوفهم مواطنين ومواطنات أنا رأيي هذا مدني مزبوط القوميين السوريين مدنيين مزبوط ما عدا ذلك خليكم طوافة خيّم مش معيبة مش نقيصة الطائفة هي جماعة إنسانية اجتماعية لها كيان لها روح تتنفس أنا بيعرف الرئيس تيار الوطن الحر متأش أنا وياه بالموضوع أنا لا أدعو إلى إلغاء الطائفية كاملة في لبنان عراس السطح أنا بقول هذا الإمام الصدر صاحب النظرية اللي هو أول داعي جدي لإلغاء الطائفية كان يقول أنه فيه طائفية حميدة وفيه طائفية خبيثة طائفية الحميدة هي مثلا مناصب الرئاسات شو بيدرني أنا بمناصب الرئاسات إذا بتشكل إطمئنان وجودي للطواف بأنه هذا البلد بلد التعدد لكن طائفية الوظيفة هذه مصيبة لأنه هي إعادة إنتاج زبائنية فاسدة للزعمات الفكرة هي إذا ما وضعنا حجر الأساس وإذا ظلينا نقول أنه نحن لا نؤمن بالدولة المدنية لأنه الشعب لا يؤمن ما الشعب يحتاج لتثقيف لخطوة أولى لدعسة أولى أنا سنة الستة وثمانين لو أخذت معنا سنة الستة وثمانين ما كنتي خلقاني أنا سنة الستة وثمانين مؤسس المؤتمر الدائم للعلمانيين اللبنانيين كشريك للمطران الراحل العظيم جريج وار حدد سنة الستة وثمانين بمجلس النواب لما كنت عضو بمجلس النواب بألفين ألفين وخمسة أنا النائب المسلم الوحيد الذي تجرأ على توقيع قانون اختياري للزواج المدني وهجمته من منابر طائفتي ورحت ناقشته وحاورته هذا أكثر موضوع تنتقد عليه طائفة أيضا خليني خليني مش بس طائفة كل المرجعيات الدينية ضد الزواج المدني للعلم وبالتالي الدينية أكيد ضد الزواج المدني فإذا أنا ما عم ناقش هنا أنا عمقول إذا أنا مش بحاجة أعمل فحص علمانية عند حدا ولا فحص مدنية عند حدا أنا عم موصف واقع عمقول لبنان تعرفوا شو لبنان لايكي ليس ناضجا للتقسيم قبل الحكي بدل ليس ناضجا للتقسيم حدا يقل لي كيف بده يقسمه وليس ناضجا للفدرالية اللي هي احتيال على التقسيم لأنه ما فينا نعمل فرز سكاني وديموغرافي روحوا نعمل الفدرالية الفدرالية كانت بتصبط لما كان مشكل لبنان أمني بس لما مشكل لبنان اليوم هو على السياسة الخارجية ومشكل لبنان اليوم هو على الليرة شو منعمل فيها ما إذا أنت معتبر المقاومي سبب ضعف ليرتك رح تبقى المقاومة اللي هي بولاية تانية من الفدرالية تسبب لك ضعف الليرة اللي أنت بتدفعها بولايتك ولا ناضج للدولة المدنية عم بحكيك الأمور كما أراها لبنان ناضج الآن لإدارة سلمه الأهلي بأقل الخسائر دائما حتى حتى 20 سنة عم ندير سلم الأهلي زمانه الرئيس الحريري رئيس رفيق الحريري بدي أخذ بريك مضطرة كتير إذا الصلاة طويلة بس لا لا كلمتين كان يقول وهذا الكلام قاله أنا يعني بعرف من أول الطائف أنه لبنان اللي بيقولولي كان بطل الاستقلال بـ 14 أذار وبدل الخروج السوري ومدرشوال مش وقت نفتح السيري ونحكي شو حكيلي إلي قبل عشر قيام من اغتياله وموسطني لنسق العلاقة بينه بين سوريا وبينه بين حزب الله وبينه بين الرئيس بريك على كل حال شو كان يقول وهذا قالها لما وافق على التمديد نعم وقال له الزملة اللي كانوا معنا بالكتلة وقتها أنه ما حدا من يكون يتفلسف علي ويقول لي شعبيا وشو بدنا نقول أنا اللي اخترعت المعركة على التمديد وأنا اللي عمول بدنا نمشي لسبب لأن لبنان لن يحصل على الاستقلال والاستقرار طالما العنوان الحاكم في المنطقة هو الصراع العربي الإسرائيلي نعم من هون ولواتي حل هذا الصراع أمام لبنان أن ينتظر في أحد مكانين الصالون أو الملجأ الملجأ إسرائيلي حكما نعم الصالون المتاح اليوم سوري أنا أسعى لتحسين شروط الصالون بتخانى أنا والسوريين وبتزعى أنا والسوريين لا أعمل شروط أحسن عندما أخير بين البقاء في الصالون الذي لا يعجبني كل ما فيه أو الخروج منه لا برجع بفوت عليه لأنه ما بدي رؤية أخذ بلدي على الملجأ يعني كان رؤية وي بشكل كبير رئيسي والآن لبنان والآن لبنان في صالون متاح هو الصالون فرنس بامتظار أن في مقاومة شكلت متغير كبير في معادلات المنطقة ما نعرف فكرة شو رح يصير بفلسطين يعني هذا الصراع مع إسرائيل هو هو اللي بيقرر مستقبل كيانات المنطقة ما حدا ينوهم أنه بيقدر يبني بلبنان استقرار واللي بيقول لي أنا نعمل حياد يا ريت فيك تعمل حياد نعم جب لي موافقة إسرائيل على عودة اللاجئين نعم نستكمل هذه الفكرة نتحدث عن بركركي والحياد وعن تفجير عين قانا يلي ما قدرنا نحكيه بالبارت التاني بريك عودة اللي بديبروماسية مع أستاذ ناصر أندي للنائب السابق ورئيس تحرير جريدة البناء ومعي اتصال عبر سكايب مع عدو تكتل لبنان القوي جورج عطلة مساء الخير مساء النور مساء الخير مساء نور أستاذ جورج طبعا اشتقنا تكون معنا بالديبلوماسية إن شاء الله قريبا نعم الحوان نعم يسعد مساء شكرا أستاذ ناصر نحن تأخرنا شوي عليك ما رح طول أكتر طبعا بدنا موقف الطيار الوطني الحر من المبادرة اللي أطلق الرئيس سعد الحريري هلأ المساء يلي تبدو إيجابية حيال الثناء الشيعي أنه خلينا نعتبر لهذه المرة فقط أنه رح نمشي الأمور بالتي هي أحسن ولكنها ليست عرفا وكأنه أنتو موقفكن كمان يتقاطع مع الحريري على أساس أنتو قلتوا سلفا لن نعطل إذا اتفق الرئيس المكلف والثناء فنحن لن نتدخل شو رأيك صح يعني أنا اللي بدي واضح بهذا الموضوع أنه نحن من الأساس اعتبرنا فيما يتعلق بالتمسك بهذه الحقيبة أنه بالنسبة لنا ما في يعني شرط أساس لهذا الموضوع إن كان بالتمسك أو بعدم وإن كنا نحن عم نقول مع المداورة بشكل كامل ومش من هذه الحكومة أنا بتذكر من أربع حكومات لورا وكل مرة كنا نقول أنه نحن مع المداورة ولكن بذات الوقت إلا نحن منضمن خليني أقول سلة التسهيل اللي كنا نحن أطرحناها أطلقناها في بداية المشاورات لتشكيل هذه الحكومة إلا أنه نحن أكيد ما منعطل إذا صار في اتفاق على هذا الموضوع ولكن ما تمسكنا بأنه أي شيء لكي يعتبر مثاقي يجب أن يتفق عليه جميع الأطراف اللبنانيين بشين هيك هذا الموضوع إذا كان اللي نحكى اليوم هو نتيجة التفاهمات ما بين الرئيس رئيس حكومة سعد الحريري وأسناء الشيعي أكيد نحن لا مانع لأنه الأولوية بالنسبة إلنا هي تشكيل الحكومة بسرعة القصوى وفق يعني عدة نقاط تبدأ بأن حكومة المهمة ووفق برنامج وجدوى زمني محبت والإنتاجية هي الشرط الأساسي خاصة بحيث الظروف الصعبية حكومة إنكاذ نعم بما أنه الثناء الشيعي يعني قابة كوسين أو أدنى أنه يحصل على الوزارة اللي عم بيطالب فيها بيستحضر السؤال يعني فورا أنه هل الطيار الوطني الحر بطريقة غير مباشرة راح يطالب بوزارة الطاقة بما أنه صار فيه تدخلات سياسية وصارت الأمور واضحة الحريري يسمي حزب الله وأمل يعني يعترضون ويشكلون ويختارون ما يريدون طيب الطيار الوطني الحر يعني هل هو قرار خليني اعتبره استراتيجي باللعب المحلية أنه نحن لا نتدخل أبدا أم أنه بما أنه كل دخل فلا مانع لا نحن خليني أقول الشيء التالي بكل مقاربتنا لتشكيل الحكومة كاننا قواعد أساسية القاعدة الأساسية هي تشكيل حكومة منتجة ومحددة البرنامج والجدول الزمني منتجة بشكلها ببرنامجها وحتى بوزراء هذا كان الشيء الأساسي وقالنا نحن نحن مع تسهيل تشكيلها لحد إلغاء الزات على مستوى المشاركة في الحكومة حد إلغاء الزات نعم قالنا هذا الشيء وهذا يعني نزل ببيان رسمي وبتصريح حتى رئيس التكتل ورئيس تيار وطن حر النائب جبران بسيل بآخر ذالي لقله من حوالي الأسبوع ونص فهذا الشيء الذي نحن قالنا شيء الآخر بأنه الذي نحن لم نكن موافقين عليه أو على الأقل مستغربين ولكن قالنا ماشي الحال كمان نحن منسهل أن هذه الحكومة وبوقت المشاورات بين زيارة الرئيس الفرنسي كان واضح أن حكومة تشكل تحت مزلة الأطراف السياسيين صحيح من أصحاب اختصاص ولكن الأطراف السياسية هي تسمي وتناقش وتساعد رئيس الحكومة المكلف ومن هون كان في نوع من الاستغراب أن رئيس الحكومة المكلف ما كان يشاور الكتل السياسي خاصة الكتل البرلماني اللي هي سميته وبالتالي كان في علامة استفهام أنه كيف سيحصل على الثقة لحكومته من دون المشاورة مع هذه الأطراف خاصة خاصة فأنواع كل الحكومات من بعد انتفاق طائفي حكومات إذا بدك هي تعكس التمثيل البرلماني لتحصل بنتيجة على الثقة عن تشكيلها على كل حال حتى هذا الجزء نحن قلنا كمان مسهل وإذا شاء الرئيس المكلف أن لا يتكلم معنا كطرف أيضا نحن مساحلين لهذا الموضوع ولا مانع المهم أنه العراقيل تزلل وأن كان أناعا الحقيقة أنه جزء من هذه العراقيل الموجودة اليوم واللي يحكى فيها ليست فقط ذات هوية محلية يعني جزء منه وإنعكاس للكباش الكبير الذي يحصل في الإقليم خاصة بعد داعيات الاتفاقات التي تحصل بين بعض الدول العربية والإسرائيليين بالضغط الأمريكي فكل هذا الموضوع اليوم هو يعني متدافع ما رأيك بالذين يقولون أنه انسحاب الطيار وطني الحر من المشهد التشكيلة يعني التشكيل الحكومي ليس لتسهيل هذه المهمة إنما لصحب نفسه من المسئولية بعد تراجع شعبي في قاعدته فبالتالي أنه نحن لابدنا نتحمل دخول بعد مرة وهيك الحكومات عم تفشل دائما فهذا موقف ذاكي من الطيار خلينا ننسح يا سيدتي نحن ولا يوم هربنا من المسئولية وبأزعر ظروف اعتبرنا حالنا مسئولين وأنه نحن يعني حتى بـ 17-20 وبعد كم يوم وكان رغبة الرئيس الحريري بأنه يستقيل من الحكومة وفي بعض الأطراف إن كانت بوقت الهويت اللبنانية والتقدم الاشتراكي كانوا ينحون ويلغطون على الرئيس الحريري اللي حتى يستقيل أو تستقيل الحكومة نحن كنا من الأطراف اللي عم تقول لا ما لازم نهرب من المسئوليين نحن عارفين أنه الوضع هو صعب وعارفين في تداعيات اليوم صار المشهد مختلف حسب خصومكم طبعا توصيفهم أنه وضعكم الشعبي ما هو الحقيقة ما في أصعبنا أنك تسمع اللي ما بده يسمع أو تفهل اللي ما بده يفنع اللي قلنا بدنا نشارك وبدنا نطالب وعندنا شروط للمشاركة وفق قواعد معين وهذا بيقولوا أنت عم بتعرقل وبدأ خصاص واللي جينا قلنا نحن مسهل لأقصى الدرجات لأنه اليوم في عنا ظرف دقيق وفي عنا مبادرة قد تكون الأخيرة بإنقاذ الوضع الاقتصادي اللي نحن فيه بيقولوا لأنك خايفين وهذا الموضوع هذا الشيء ولأول بعض أنا بلك أكتر من هيك البعض بيقول أنه أنت عم تاخدوا هذا الموضوع لأنه خايفين العقوبات نحن بنأكد أنه لا العقوبات ولا العقوبات ولا الترغيب ولا الترهيب وهذا تاريخنا وبعدنا على هذه المنحة هي بتخلينا ناخد قرار نحن بناخد قرار وفق أن يعدها ونمشي فيها على هذه الأساس نعم سريعا السؤال الأخير أستاذ جورج بما أنه ما رح تكونوا موجودين بشكل مباشر بما أنه القوات اللبنانية ليست موجودة أيضا في الحكومة هذا يعني أنه ما بدي سميهم الحقوق المسيحية أو الوجود المسيحي في هذه الطاولة التي ستولد طاولة مجلس الوزراء ما في عليها الكلمة المسيحية العليا بالمعنى يعني الضيق مين رح يكون مين رح يتولى هذه المهمة على الأقل نحن سيئتنا موجودة بفخامة الرئيس وبمسل كل لبنان بمسل حقوق المسيحيين وحقوق المسلمين ولا مرة هو ينتصر لقضي إلى وفق حقوق الذين إذا بدك هيك يستحقون وحتى مبادرتهم بيرحى أو بالأحرى كلمتهم بيرحى قال أنيعته بهذا الموضوع هن أو ثمن موقف من يجب واعترض على الموقف الذي يعني لا يوافق أنيعته فبهذا الموضوع نحن معنا خوف لسببين السبب الأول وجود فخامة الرئيس وبشكل ضماني لأنا ولكن لللبنانيين والسبب الثاني أن هذه الحكومة هي حكومة إنقاذ هي حكومة معهمة اليوم الهدف الأساسي من تشكيل أجندة معينة يعني حول الملف الاقتصادي والملف المالي والأولوي هي هنا نعم شكرا وحتى حكومة واحدة مثل ما اليوم يعني حتى عم بيقول الرئيس سعد الحريري إذا كنت بدي استعين بكلماته بيقول إنه تشكيل حكومة بشكل معين لا تنتج سابتة وأعراف تستمر لمروح شكرا النائب جورج عطلة على أمل لقاء قريب في بيدي شكرا شكرا استاذ ناصر طبعا أنا معي ربع ساعة بدي أحكي بموضوعين تفجير عين أنا ومسألة العرف يلي هي عاملة مشكل وهلأ كنا ختم النائب جورج عطلة فيها عند الحريري عند الثنائي أو مش الثنائي رؤساء الحكومات عند حلفائكم قبل خصومكم إنه شو هيدا يعني اللي عم تقولوا عنه عرف كيف يعني حدا بيعمل عرف وبيقاطعه أكتر من مرة بتجي ريال حسن بيجي محمد شطح بيجي فؤاد السانيورة مع حفظ القائب بالجميع إنه في ذلك الوقت الرئيس بري زاهدة في المنصب ولا تخلى عن العرف بس خليني العرف أيضا بده سنوات طويلة ليصير اسمه عرف وإذا بدك تعمل متقطع يعني أنت أصلا مش عطي أهمية يعني تحتى تقطع بالموضوع أيضا العرف حسب القانونيين يستلزم وجود عنصرين مادي ومعنوي العنصر المادي هو التكرار لفترة طويلة دون انقطاع وهذا غير متوفر طالما أنه منذ الطائف أكثر وزراء المال لم يكونوا من الشيعة الركن المعنوي هو الشعور النفسي بإلزامية تطبيق الركن المادي أي لدى الاعتياد على الشيء لفترة طويلة تصبح ملزمة وهنا الركن المعنوي وهذا غير متوفر أيضا اللي عم تضحك رح أقول لك لماذا عم بضحك هذه الحاجة لكلها الفذلكة الفذلكة هي كلمة إيجابية يعني في شيء اسم الفذلكة الموازنة بلاء الموازنة ما بتتناقش هذه الفذلكة القانونية ما هذا أصلي أنا مش فذلكة بالمعنى الاجتماعي يعني نحنا في فذلكات أطلق الصناء الشيعي يعني الفذلكات اللي أطلق الصناء الشيعي قطعت شوط كبير فذلكة نواب أنا كمان بموقف إيجابي عاملتك نواب لما بيستلموا الموازنة إذا ما استلموا فذلكة الموازنة ما فيهم يناقش فذلكة العرف أو التوقيع الثالث مختلفتين نعم نحنا ما بنحكي عن عرف خلينا نتفق نقاش بهذا الموضوع بصير خليني أقول لك ثنائي لو كان لديه توقع أصلا أن الموضوع ما تروح للنقاش يمكن كان استعدله من قبل بطريقة مختلفة يعني كان التسليم بحكومتين للرئيس الحريري وقبل حكومة الرئيس تمام إسلام وحدة بآخر عهد الرئيس ميشيل سليمان وتنتين بعهد الرئيس ميشيل عون ما أثاروا ولا أشاروا أنه في عنا مشكلة حول الموضوع يعني أنه في خلاف حول أنه الثنائي بيستلم المالية والله ما بيستلمها هلأ تنبهوا الناس أنا أرحلك بصراحة النقاش الذي دار أنه لا عرف لأنه مش عرف بدليل أنه تخليت عنها أيام هذا سيعني أن الشيعة لن يتخل عنها وخليوا الرئيس الحريري لمرة واحدة إذا ما انتقلنا إلى محل في مدورات شاملة بالدولة لا شيعة لن يتخلوا ساعتها حتى ما يجي حدا يقول لهم هذا ما تكرر كعرف بدليل كرم أخلاق بلتوا مرة تسهيلا لماذا بتقولوا حق بدل العرف لأنه تسميه ما حدا العرف تسميه مش صح مين أهل عرف كلهم ما حدا كيف ما حدا كيف ما حدا هذا تفق عليه لكن الرؤساء الحكومات عم بيقولوا هذا ليس عرف ورئيس عد الحدي قال اليوم بدعة اللي عم بيرده عم بيرده ما قال عرف شو قال لك بيعرف منيح الرئيس بري كلماته قال أنه نحن هذا الموقع التوتيع الثالث ضمانة ميثاقية لن نتنازل عنها لكن الرئيس ميشيل عون على شورة دوات اللي قال ليست عرفا ما قال ليست عرفا الرئيس ميشيل عون أخذ الفرضيات قال منا عرف قال منا نص دستوري أنا مختلف ما أولى الرئيس عون من قالك أنه أنا موافق عن اللي قاله أنا موافق أنه إلو حق يقول اللي قاله لأنه بالسياسي اللي قاله حطه في موقع الوسط الذي كان يراد إزاحته منه لأنه جزء من هجمة نادي رؤساء الحكومات السابقين كان اجتياح الثناء الشيعي واجتياح بعبده وبالتالي وقف الهجم وتدحرجها من قبل الثناء الشيعي أعطى الفرصة لبعبده لتظهر في الموقع الذي يجعلها الشريك الموازي للرئيس الفرنسي هذا بالسياسي أما أنا بالمضمون لا ماني موافق كيف بتتخله لسنوات عن نزارة المالية جاي لك خلينا إذن قبل بس بدي ريحك بالموضوعات لحتى ناخد وقتنا بريحة بهذا بس بدنا نعجل موضوع عين أنا أنا ما بعرف عنه شي حقيقة لا خليني بالعرف لا لا خليني ريحك إنه إذا ما رح فينا نحكي فيه لأنه ما عندي عنه معطيات نعم وبالتالي يعني ما عندي ما عندي ولا شي أبدا 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 استهداف معي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي أنا ما بخمل ما فيني خمن بهذاك موضوع حساس ودقيق وبالجنوب وهذا ما فيني خمن هذا موضوع ليس لي فيه كلمة نقطة على السطر فإذن خلينا نتفضل الباقي وناخد وقتنا فيه بموضوع كيف بلش التوقيع الثالث ياريت بيرجعوا بيتذكروا إنه التوقيع الثالث كان مطلب لإمام الصدر مش إنه هذا الرئيس بري لما فات على الحكومة بعهد الرئيس أمين الجميل طلب وزارة المال أخذ الرئيس رشيد كرامي كرئيس حكومي منعا للانقسام والخلاف حولها يعني بمعنى إدراك موقع التوقيع الثالث بصفته ضامنا للشراكة في السلطة الإجرائية ما حدا يحط فيه رئاسات وفيه مدرشو في السلطة الإجرائية في السلطة الإجرائية ما عم نحكي خارج السلطة الإجرائية توازنات الطائفية العامة بالبلد لأنه هنا بيطلع واحد بيقول لي كيف مدني وبتحكي بحقوق الطوايف بيقول له المدني الحقيقي هو الذي يحرص على تبريد التوترات الطائفية إذا البلد طوايف أو قبائل أو عشائر أو جماعات أو شو مكان اللي بده يعمل دولي بده يحفظ سلم أهلي وسلم اجتماعي ببرد التوترات ببرد النزاعات فإذا في طائفي شاعري بالاستهداف بيحاول يخفف ويهدئ من قلقها ومن مخاوفها وبالتالي إثارة هذا الأمر بالطائف حدا يقوله أنه ما أثير الكل بيقوله أثير وتم التداول فيه لكن لم يحسم يعني كل اللي بياخدوا أن هذا ليس حبقا بيقولوا أنه مظبوط أنا سمعت النائب بطرس حرب سمعت النائب مونرز قالوا أنه مظبوط صار نقاش بالموضوع وهذا تم التداول فيه لكن هذا ما حسم مظبوط أنا موافق أنه ما حسم لم يسجل عرفا ما في شي بيتسجل عرف ما تسجل ميثاق يعني لأنه العرف هو الممارسة هو مش النص اللي بيقوله أنه ما حسم طيب كيف طوي يعني على أي أساس طوي طيب جيتوا يا نواب كلكم وكنت وزراء بعضكم الوزير إدمونرزي ما كان وزير بعد الطائف أنا بيعرفني شيء يعني طبعا في صداقة بتربطنا ما عم بحكي النائب بطرس حرب ما عمل وزير بعد الطائف طيب في الحكومات التي تلت توقيع الطائف كيف قبلت بتكريسه عرف نسولي هلأ انقطع بعدين عظيم فأنتم تنكرون أنه الآن عرفا لكن لاش قبلت تكريسه بثلاث حكومات بعض الطائف وأنتم كنتم شركاء صف أول يعني الوزير إدمونرزي عمل وزير إعلام الوزير بطرس حرب ما عمت بتذكر شو عمل لكن وزير تربية بمراحل وهذا طيب ليه مقلته ونواب أساسيين ومتكلمين ونحن تشاركنا بدورة نيابية أنا والنايب بطرس حرب وبعرف أنه هو من المتحدثين واللي بيوقفوا عن نقطة وعالفاصلي لماذا لم تعتبروا أن تكريس هذا الأمر طالما نوقش بالطائف يعني إذا ثلاث وزارات بتصير مثبتة لا 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 ما عم قول هيك أنا اليوم كنت بالطائف في طردي أنا النائب بطرس حرب أنا النائب دمونرز أنا النائب إيكس واي من اللي رفضوا التسليم بالمطلب الذي طرحه الرئيس الحسيني باسم الطائفة الشيعية بدي فترض هذا السيناريو اللي هني عميروه بديوا إذا روايتهم صحيحة نيح نحن روايتنا بتقول أنه ما أكمل النقاش لأنه حسم تفعله ما لقى أزمة هني عم بيقولوا لا طيب إذا لا وانتي كنت من اللي معارضين ولا وليش هلا عم تعارض كنت من اللي معارضين أنا عندي ثلاث أسئلة لكل هوا السؤال الأول لماذا لم يقف أي من النواب الطائف والذين لعبوا مناصب وزارية بعد الطائف حتى ما جاء الرئيس الحريري لأنه مش اللي اللي اعترضوا عليه بالتاتة وتسعين اللي طلبوا منصب وزارة المال ومش لأنه مش حق للطائف الشيعية بموجب الطائف ليش الرئيس الحريري ما قالوا للرئيس بري هاي مش متفق عليها كيف بك طالب فيها قالوا أنا بعمل رئيس حكومي ووزير مالي لأحفظ هذا أنه حق لكم كيف وإلا كان ما صر الرئيس الحريري لا وزير المال فؤاد السانيورة مش هو وزير المال هو بقي وزير مالي ورئيس حكومي على الطريقة اللي عملها الرئيس رشيد كرام يا الله يرحمه في حكومة بعد لوزان وجناف لما بيتنازل الثناء الشعوى قبل قبل ما يتنازل الاب الاابد بيقعد ما تلوموا الآخرين ما عم بيحكي بالتنازل هو وحده وحده سآتي للتنازل أنا بدي أبل فيه ثلاثة سنين كان فيهن حكومتين برئاسة الرئيس عمر كرامي الله يرحمه وحكومة برئاسة الرئيس رشيد الشلح الوحدة وتسعين تسعين تلاثة وتسعين أوكي الوحدة وتسعين لتلاثة وتسعين وزارة المال عفوا تسعين لتلاثة وتسعين وزراء المال الشيعة وعينوا من الرئيس نبيه بري كممثل للأغلبية قبل الانتخابات النيابية وبعد الانتخابات النيابية ممثل للطائف الشيعي ومن ثم بصفته ممثل القوة الشيعية الأوسع تمثيلاً إذا أنا معارض هذا سؤالي للتشكيك بصدقية رواية الذين يقولون لم يكن هناك اتفاق في الطائف لأن كل واحد كان بالطائف ويقولون أنه ما كان فيه اتفاق على هذا معناته صار نقاش يعني عينه مفتوحة على القصة بس تشكلت حكومي واسندت فيها المالية للشيعة لازم يأوم لأيامي يقول لا فما أنه ناقشناها بالطائف وما قبلنا عم تكرسولنا يا عرف لن نقبل ما سمعنا هذا الصوت الرئيس الحريري كأحد عربي الطائف أو مشاركين في الصياغات والوسطات والمناقشات لم يعترض على أنها حقاً طلبها سياسياً مش طلبها احتجاجاً والدليل أنه قبلها خليني أكمل معك بهذه لا لا واصل ما أنتوا يعني رضيتوا تساوموا بالسياسة حداً بيلعب بعرف لا 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 مش عرف مش عرف حق الشراكة حق الشراكة الميثاقية دخليك لما بيجي بيقلك الرئيس الحريري كما يعني جاء كلام الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه للرئيس بريه أنه الرئيس الحريري عم بيقول أنه مستعد يرجع في نص كان بالاتفاق الثلاثي قبل الطائف بيقول بتشكيل مجلس رئاسي وقامت لأيامي عليه وهذا وانشال من الطائف وانقال سلطة في مجلس الوزراء يخيم نعمل مجلس رئاسي غير معلن اللي عرف باسم الترويكا وبالتالي بيكون هاللقاء الثلاثي للرؤساء اللي تكرس رسميا كانوا يجتمعوا الرؤساء الثلاثة بعبدة أنت كنت بعدك صغيرة بالتسعينات يطلع عند الرئيس الهراوي وقبل ما يروع بعبدة لما كان بعده بمنطقة البوريفاج يعدوا معه يعدوا الرؤساء الثلاثة يتفقوا شو القرارات يعني فيه تعيينات تتناقش بالترويكا طيب الترويكا أهم دخلك ولا توقيع ثالث يمكن يكون غلط ما عم ناقش أنا بس أنا عمقول عريض الأعلى فإنه ما عد الأدنى بذات الأهمية نحن بس لنثبت الحديث على الحقوق على العرف هذا الحق هل حق أنتوا اللي خرجتوا بسنوات معينة أنتوا اللي ساومتوا بالسياسة بسنوات معينة عم بشرح عمقول مش بالسياسة تبتلوموا الآخر عمقول مش بأصلا منه نص لم يكتب نصا إنه الحقيبة المالية للشيعة شفهي جيد جيد معنيتها مش ملزم لا رئاسة الجمهورية مش مكتوبة رئاسة الحكومة مش مكتوبة لا 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 نرجع طولي بالك رئاسات الأولى خارج هيدا طولي بالك طولي بالك لا رئاسات الأولى خارج هيدا لا ما نغلط بهالحك عم نرجع لسنة العشرين ما نغلط سنة العشرين ما كان مارونة قبل الطائف وبالستة وعشرين إجا أرتوديكسي وإجا كاتوليكي وإجا بروتستانتي عرئاسة الجمهورية وفي أيام كان رئيس الجمهورية أرثودوكسي ورئيس الحكومة مارونة وما كان فيه سنة معلش بالاستقلال بال43 صار فيه ميثاق وطني بيقول الرئاسات شفهي يعني بيقول الرئاسات للطوائف الثلاثة الكبرى منيح؟ كم سنة؟ من الثلاثة واربعين سنة وقت طويلة صارت عرف والله العظيم عم منضيع بين العرف وبين الميثاق الميثاق هو التوافق شو الفرق؟ العرف هو السلوك الممارسي أنه بيجي واحد بيقول عرفا قائد الجيش مارونة ليه؟ يا أخي بدليل أنه قائد الجيش ما استلمى إلا مارونة هذا العرف حتى لو لم يكن متفقا عليه وفيه الاتفاق الميثاق الوطني اللي صار بال43 واللي يجدد في الطائف بيقول الرئاسات الثلاثة موزعة الطوائف الثلاثة الكبرى أوكي؟ نعم خلصنا هون هلا لما يجي أحد يقول أنه الشراكة الميثاقية للمسيحيين لا تضمنها إلا رئاسة الجمهورية أنا أقول لك لا يمكن يجي يقول أنا ألا بأنا أقول لك أنه يمكن المسيحيين ألا بيقولوا يخي يعطونا رئاسة الحكومة يخدوا رئاسة الجمهورية نعم فبالتالي إذن المهم الشراكة الميثاقية الشراكة الميثاقية اللي مش منصوص عليها هذا إلا بنصب المقدمة لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك اللي هو مفهوم شعور الطوائف بالرضا مش شيء تاني هذا ما له علاقة بأنه كيف بتشارك فل القصة معنوية وأخلاقية لا 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 وحفظ الميثاق وحفظ الروحية يعني بيجي إذا بيجي الرئيس الحريري بيعرض عن طريق الرئيس حافظ الأسد أنه يخي أنت بدك توقيع وزير مالي أنا أعطيك الأعلى هنعمل اجتماع اسمه رؤساء ثلاثة يحضر جدول أعمال مجلس الوزراء إذا في تعينات بيتفق على التعينات إذا في مراسيم ما تطلع من نائشة ومنتفق عليها وما لا تقبل به لا يعرض على مجلس الوزراء صحيح لهذه المعلومة هل صحيح أن الرئيس بري قال لمكرون أعطني ضمانة حافظ الأسد واخده كل شيء لا أنا قلت أنا اللي قلت ما قال الرئيس بري لا ولا قال له أعطيني ترويكا مثل الترويكا اللي كانت أبدا الرئيس بري مع الرئيس ماكرون شرح له تاريخ وقال له بناء على أجهبي على كل هذه الأسئلة وكيف تخليتوا بعد الألفين وخمسة لا أنه السوريين كانوا حافظين ضمانة تقنوا اليوم لا مش مصبوط ما قال له هالحكي أنه السوريين جابوا ضمانة الرئيس الحريري يعني كفلوا ضمانة الرئيس الحريري الرئيس الحريري اللي عرض أنه نحن بنعمل الاجتماع الثلاثي الرئاسي اللي بتنعرض فيه كل قضايا مجلس الوزراء ونتفق عليها قال له ما بوسأ فقال له الرئيس حافظ الأسد أنا بعطيك الضمانة يعني إذا هلأ إجا الرئيس ماكرون وقال أنا بعطي ضمانتي بأنه الكلام اللي قاله الرئيس سعد الحريري ملتزم به ما جوابتني أستاذ ناصر لماذا تم التخلي عن وزارة المالية لفترة طويلة عم بشرح لك بكل مرحلة ما هي أين تتخلوا عنها عم تشرح لي في السياسة لا أنا عملك إذا عرضت هلأ مجلس رئاسي بلبنان بدلا من وزارة المال يعني المسألة مش وزارة مالية مسألة ضمانة الشراكة في القرار الشراكة في طولة مجلس الوزراء نعم تماما نعرض على الرئيس بري حقائب مظبوط داخلية ودفاعه غيره كضمانة لا 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 ما نعرض شيء أبدا ولا على رئيس الجمهورية نعرض شيء كانت النية انقلاب ما نضحك على بعض وضع اليد على الدولة واللي مفكر أنه كانت المعركة مع الثناء الشيعي وأنه التيار الوطن الحر والجمهوري من بعض نشطاء التيار بقرأ بعض التغريدات الرئيس بيعرف والتيار بيعرف أنه إذا كسرت إرادة الثناء تهميش بعبدها وعملوها مع الرئيس الحود يعني تفؤاد السنيورة خبير فيها أنه منجمع مجلس مشكل حكومة منكبلوا إياها في جواب الطيار مختلف رغبة حزب الله عدم تهميش بعبدها ولكن رغبة حركة أمل لا بالعكس هن بيعتبروا أنه عم بحكي عن الشارع الشعبي سوفي أنا مؤسف الحقيقة هن بيعتبروا أنه حركة أمل منع عنصر إيجابي لا بتاريخهم السياسة ولا بالشراكة معهم ولا بالتطلع لمصالحهم أنا برأيي أنه دائما يبدو الأطراف بحاجة لمحلة أوس عليه سواء عند حركة أمل أو عند التيار أنا شفت السجال اللي صار على بوسائل التواصل حتى بالتصريحات السياسية أنا أعتبروا بلطامي 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 ما قالوا أرضيه أنه شو قضيته النائب زياد أسود يأوس على الرئيس بري والنائب الراحل اللي يرحمه سمير عزار هلأ بالحشرة أو اطلع للحديث عن موضوع ثناء الشيعي إذا كان اليوم أنا بديسأل أي واحد من اللي هاجموا ما عرف بعنوان أنه حق التوقيع الثالث اللي نقال أنه شاركوا بالطعم من بكركي وانتي نازلي شو شعورهم هلأ والرئيس الحريري عم بيقول بلط أنه يزقفوا لفؤاد السانيورة أنه رؤس الحكومة السابقين يظلوا وراهن الحمد لله اللي تحرر منه الرئيس الحريري الحمد لله وأنا هون بدي أقول أنه الرئيس الحريري كلمة أخيرة ولدت الحكومة أيمتغ أنا خلص وقت بكرة بيعتقد أنه في موفد فرنسي وإن شاء الله يكون برنار إمي وبرأيي أنه خلال 72 ساعة نحن قدام حركة للعجلات طبعا الثناء الآن سيعد في مقابل مبادرة الرئيس الحريري في اسم للوزير مليئ أجوبة لا كان في أسماء طرحوها الفرنسيين وأنه بركي بيقدوهن حق التسمية من أبل الرئيس الحريري بفترة طرح أنه طيب شيعي لكن هو بيسميه من أبل هلأ الآلية سهلة يعني الآلية أنه الرئيس بالرئاية أنه طالما الرئيس الحريري قال صارت عند الرئيس المكلف ومعش حيتدخل فبالتالي أنا كنت بتمنى أنه شي سؤال أقدر جاوبك عليه بأنه شيد بموقف الرئيس الحريري لأنه بيان كأني عم هجمه على كل مسار الحلقة لا لا أنا بدي أقول أنه الرئيس الحريري عمل اختراق بمسؤولية وحكمة وشجاعة يستحق التقدير بقدر ما كان يستحق الإدانة عندما ارتكب خطيئة تلبيس المبادرة الفرنسية مطلب نسف قواعد الميثاقية بين اللبنانيين مرة أخرى وأخيرة أقول السلم الأهلي في لبنان أغلى من كل الأحلام أغلى من كل أنا أحلم بدولي مدنية وبلبنان علماني لكن إذا كان ثمن هذا مثل ما نحنا شايفين هلأ أنه نتقاتل وهم بتصير دخلك الدولة المدنية إذا رحنا على الحرب أو إذا رحنا على التشضي وعلى الانقسام أنا أدعو اللبنانيين بس يجاوبوا على سؤال إذا أنت كنت مئتنع بفكرتك ومش أقدر تقنع الآخرين فيها فيك تلي طريق التحقيقة بالفرض بالقوة باستدراج غزو أجنبي للبلد ما يتفق عليه اللبنانيون الخير فيما اتفقت عليه أمته هذا كلمة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لك أستاذ ناصر قنديل النائم السابق ورئيس تحريج جريدة البياء على هذه الحلقة الغنية